موسيقى السلام عليكم مشاهدين صباح الخير أهلا بكم معنا في هذا اليوم المفتوح الذي يخصصه التلفزيون الجزائري للحدث الانتخابات التشريعية صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الخير فاطمة صباح الخير سعيد صباح الخير مشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة التغطية الانتخابية التي يضمنها تلفزيون الجزائري على مدار يوم كامل التلفزيون الجزائري حاضر كعادته في كل الأحداث السياسية والمواعيد السياسية اليوم الانتخابات التشريعية الطريق إلى البرلمان نعم فاطمة شبكة مرسلين متواجدون في كل الترابي الوطني لضمان تغطية مباشرة وحصرية لهذا الحدث الهام حدث سياسي واكبه التلفزيون الجزائرية وسيكون برنامج تري على مدار يوم كامل التغطية مستمرة سيكون لنا أيضا بلاطو فني نربط الاتصال به من حين إلى آخر نعم فاطمة وسوف يكون لنا لإثراء النقاش في هذا البلاطو ضيوف نرحب بهم معنا أستاذ إدريس عطية أهلا بك أستاذ صباح الخير أهلا وسهلا وصباح الخير وتعيي طيب من خلالك لكل مجتمع جزائري وأنا بدوري أرحب الأستاذ لوراري الأستاذ في القانون الدستوري مرحبا بك أستاذ وشكرا على تلبية الدعوة صباح الخير شكرا على هذه الاستبافة نعم والآن وقبل التفصيل في كل هذا كيفية الانتخاب في هذا العرضي الافتراضي نتابع في يد التصويت على أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021 يتوجه الناخب إلى مكتب التصويت لمسجل فيه لتأكد من هوية الناخب يجب تقديم بطاقة التعريفة الوطنية أو جواز السفر مرفقة ببطاقة الناخب دون لمس هذه الوثيقة من طرف أعضاء مكتب التصويت بعد التأكد من وجود الإسم في قائمة التوقعات يأخذ الناخب كل أوراق التصويت وكذا الظرف يقوم باختيار ورقة التصويت اللي رح يصوت عليها وإبهات باقي أوراق التصويت لازم الناخب يثبت أن ورقة الإختراع التي يسلمها تكون في حالة جيدة ماشي من اضخاب الحفر واضحة وماشي مقطع يجب على الناخب وضع علامة فيه في أربع حالات الحالة الأولى يجب على الناخب وضع علامة فيه في الخانة المقابلة لاسم المترشح الذي اختاره الحالة الثانية يجب وضع علامة فيه في الخانة المقابلة لمرشحين أو أكثر إذا كان الاختيار متعددا الحالة الثالثة يجب وضع علامة في في مربع كل المترشحين إذا كان الاختيار لكل القائمة الحالة الرابعة وفي حال عدم اختيار أي مترشح من القائمة يعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي يقوم الناخب بطي ورقة التصويت ثم يضعها داخل الظرف وينتجه إلى صندوق الاقتراع أين ينتخب بوضع الظرف داخل صندوق الاقتراع الناخب ملزم لوضع السباب اليسر جيدا في الحبر ويبسم إجباريا في ورقة التوقعات يتم وضع بارة انتخب وكذا التاريخ على بطاقة الناخب دون لمسها إذا حبيت التغيير أبصم مشاهدين الكرام عيد الترحيب بكم إذن بصمة الشعب اليوم سيضعها في هذه الانتخابات التشريعية لتجديد المؤسسة التشريعية اليوم مستمرنا معكم بتغطية حصرية سيكون لنا مباشر مع الصحفيين المنتشرين عبر ثمان وخمسين ولاية سعيد نعم وعلوة على ذلك لنا ربط مباشر مع البلاطو الفني الآن مع محسن بوزرتيت محسن صباح الخير صباح الخير سعيد صباح الخير فاطمة صباح الخير لكل سيدات وسادة لخيروا يتبعوا هذا اليوم يتبعوا شبكة قنوات تلفزيون الجزائري نلقاهم من خلال هذا البث المفتوح لتغطية تشريعيات جوان 2021 معكم من هذا الفضاء بستوديوهات تلفزيون الجزائري بقسم الإنتاج بشارع الاستقلال رح نستقبل شباب يتغنون بحب الوطن شباب تركوا بصمتهم في مجال الفن وكان شباب كذلك حابين يتركوا البصمة الشباب سيسمعوا صوتهم في انتظار أنه كل مواطن رح يشوف فينا يسمع صوته يتوجه إلى مكاتب الاقتراع تريد التغيير تبصم ترجمة نانسي قنقر سبيحيا العرش اللحنة والصالي واموين في تاج الحكمة ضمير كل حي في صعودها قلت الكلمة وقليلة شوي اموين في تاج الحكمة ضمير كل حي في صعودها قلت الكلمة وقليلة شوي أنتي الأولى وأنت تانية وأنت في حساب الأمام معنى لكل شيء أنت الأولى و أنت الثانية و أنت في حساب الأمم معنى لكل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خلال هذا الفضاء مشاهدين إلى غاية ثمينة مساء سنستقبل شباب من مختلف ربوح هذا الوطن الحبيب و نبدأ بشباب مدينة الورود البليدة المنشد و المنشط خليل باتول سبع الخير شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة فعلا هو يوم أغرر في تاريخ الجزائريين و يوم الواجب يوم الذي يكتب فيه الجزائريين تاريخهم و وعيهم و الجميل قابلني شاشة مكتوب فيها جزائري و افتخل يعني حقيقة كلنا جزائريين و نفتخل أننا جزائريون مرحبا بي شفنا انتصار للمتخب الوطني الجزائري ضد الشقيقة تونس و حاجة يعني انتصار و انتصار و وراء أيام نشوف هناك العديد من الفعاليات و العديد من الأمور الإيجابية في وطننا الجزائر و شاء الله رب يحفظنا بلادنا إن شاء الله و اليوم اكيد هو يوم مهم إن شاء الله خطوة نحو التغيير رامي يعقوب صباح الخير مرحبا بك معنا صباح الخير ستابي محسن صباح الخير مشاهدين الكيرام نتمنى نتكونوا بكمل بخير و على خير مرحبا بكم ما نتسمحوا لي نهنيكم بمناسبة اليوم الوطني الفنان كان قبل أيام فقط رامي يعقوب مايسر و معروف و كذلك خليل باتول خليل ربما ما نتحدثوش كتير أنا من ناس اللي نحب زف صوت تاك وحب نسمع هكذا مع الصباح نسمعه مداما نحكو على مناسبة وطنية و اليوم يوم مهم في تاريخ الجزائر وش عليك مع رامي تسمعونا حاجة هكذا مع الصباح أكيد يجب أن نغني الجزائر لأمنا للوطن هذا ولكن قبل ذلك لازم نحييك بأنك لأنك حتى أنت فنان في مجال التقديم كنت نشطت طبعا يعني جائزة علي معاشي للفنان الجزائريين نغني أنا و رامي للوطن الموطني يلا فضل نرفقوها بأغنية للفنان عبد الرحمن عزيز يا محمد مبروك عليك نسمعكم يلا رامي نسمع بأغنية للفنان عزيز يلا رامي لأغنية للفنان عزيز يلا رامي لأغنية للفنان عزيز موطني موطني الجلال والجمال والسنى والبهى في ربال في ربال والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في عولاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه هو أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبي 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 لا نريد لا نريد لا نريد لن نريد لن نريد موطني 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 لتليفزيون الجزائري في هذه الانتخابات الانتخابات التشريعية نعم سعيد مستمرون على مدار يوم كامل وستكون لنا مباشر من قبل الزملاء الصحفيين المنتشرين عبر 58 ولاية سيكون لنا مباشرة بعد انطلاق العملية الانتخابية وفتح مراكز التصويت سيكون لنا معهم اتصال على المباشر ليوافونا بالصور الأولى لانتخاب وكما تتابعون في هذه الشاشة الزملاء الصحفيون منتشرون عبر كامل التراب الوطني ليوافوكم بأولى الصور للعملية الانتخابية سعيد نعم فاطمة مستمرون معكم مشاهدين في هذه التقطية المباشرة والمستمرة للانتخابات التشريعية ويحضروا معنا في البلاطو ونرحبوا بهم مجددا الأستاذ إدريس عاطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية صباح خير أهلا بكم مجددا أستاذ أتمنى أن يكون يوم يوم حقيقي للتغيير إن شاء الله وأنا بدوري أجدد الترحيب بالأستاذ رشيد لوراري الأستاذ في القانون الدستوري سعيد هناك جملة من المحاور والمواضيع سنترحها للنقاش في هذا البلاطو الخاص لمناقشة ومحاولة الإحاطة بتفاصيل العملية الانتخابية بكل جوانبها وبكل أبعادها القانونية والتاريخية وحتى السياسية البداية ربما سعيد ستكون بومضة نعم ومضة وقبل ذلك نربط الاتصال والأولوية فاطمة للمباشر نربط الاتصال بمحمد شوقي بنيف من الجلفة شوقي أهلا بك صباح الخير ضعنا في الصورة صباح الخير لكم ولكل مشاهدي تلفزيون الجزائري نحن الآن متواجدون بمركز اقتراع مكواس بالقاسم بولاية الجلفة كما تشاهدون توافد الناخبين فرادا وجماعات على هذا المركز وغيره من المراكز بولاية الجلفة في ظروف تنظيمية جيدة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بكل المكاتب وسط تطبيق صارم للبروتوكول الصحي حماية للناخبين والمؤطرين لتأدية الحق والواجب الانتخابي بكل راحة ترجمة نانتخابي ترجمة نانسي قنقر في كل التراب الوطني لضمان تغطية مباشرة كما تشاهدون نعم إذن هذه الصور الأولى من ولاية الجلفة كما تتابعون الآن في هذا البث المباشر الحي والحصري لتلفزيون الجزائري نعم بث حصري وصور حصرية يرصدها تلفزيون الجزائري الحاضر بقوة في جميع أنحاء الوطن وهذه الصور التي تشاهدونها مشاهدين الكرام تأتيكم مباشرة من ولاية الجلفة مباشرة دقائق فقط بعد انطلاق العملية الانتخابية في هذه الأثناء كما تشاهدون الصور الحية التي تأتينا من ولاية الجلفة نعم إذن الآن ربط مع الزميل حسان ميططلة من ولاية عنابة حسان صباح الخير إذن الثامنة عفوا حسان الثامنة انطلقت الآن العملية الانتخابية فاطمة نعم والآن كما تشاهدون في هذه الصورة التي ترصد لنا الزملاء الصحفيين منتشرون عبر كامل تراب الوطني جاهزون لتقديم الصورة من قلب الحدث سعيد سعيد طبعا نفس الأجواء بولاية عنابة التي سخرت إمكانية كبيرة لهذا الحدث السياسي الكبير نحن نتحدث إليكم مباشرة من مركز عبان رمضان هذا المركز الانتخابي حيث نلاحظ منذ هذه اللحظات كما نشاهد على المباشر دخول المطار الشيحية دخول المواطنين أو الناخبين إلى صندوق الاقتراع كما هذا تبين هذه الصور طبعا في ظل إجراءات صحية سارم وبروتوكول صحي طبعا الإرشادات والتوجيهات للدخول إلى صندوق الاقتراع إذن وسعيد الآن نربط الاتصال بالزميل صحفي مختار مذكور بولاية السعيدة ليوفينا بدوره بالصور الأولى لإطلاق العملية الانتخابية بولاية السعيدة مرحبا بك زميل مختار هل أنت في الاستماع؟ نعم مختار الصباح الخير أهلا بك من سعيدة مختار سبع الخير سبع الخير فاطمة وسعيد على كل أزيد من 246 ألف ناخب وناخبة مدعوون اليوم وانطلقت بعد قليل الانتخابات التشريعية هنا على مساولة سعيدة ب135 مركز تسويت و626 مكتبا للتنافس على حصد أربع مقاعد في الغرفة السفلة للبرلمان على كل كل الأمور ضبطت على ما يبدو في سائر مراكز التسويت وعددها 135 مركز تسويت على مستوى ولاية سعيدة ب246 ألف ناخب وناخبة لاختيار أربعة مترشحين لتمتيل ساكنة ولاية سعيدة في الغرفة السفلة للبرلمان على كل الأمور كلها ضبطت على ما يبدو من بروتوكول صحي مضبوط ومدروس ومتواجد في كافة مراكز ومكاتب التسويت بالإضافة إلى انتشار المؤطرين سفر غيابات لحدة قبل يكون في تواصل مع رئيس السلطة المستقلة لانتخابات سفر غيابات بالنسبة للمؤطرين وكل الأمور ضبطت الصحية بالخصوص الوقائية لضمان السير العادي والناجع لهذه الانتخابات التي جاءت بشعار فجر التغيير وليكن فجر التغيير ليس شعارا فقط بل تجسيدا على أرض الواقع نعم مختار شكرا جزيلا لك الجلفة عن نابا سعيد شبكة مرسلين منتشرة عبر كل التراب الوطني مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغيير المباشرة والحصرية عبر كل التراب الوطني للتلفزيون الجزائري في هذا اليوم الخاصة انتخابات شرعية فاطمة نعم سعيد في هذا البلاطو الحصري يتواجد معنا ضيوف أساتذة سنتطرق من خلالهم أو معهم إلى الوضع التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات التشريعية ربما سعيد ستكون لنا ومضة تتعلق بتاريخ تأسيس البرلمان الجزائري إذا كان فيه نعم تفضل مع الزميلة فاطمة أبو عمراء مرحبا الأنظار اليوم كلها مجدودة إلى مبنى البرلمان وسط تساؤلات حول وظائفه مهامه وهكلته دعونا نقوم بجولة افتراضية بالمجلس الشعبي الوطني انطلاقا من فكرة تأسيسه إلى غاية يومنا هذا جارت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ العشرين سبتمبر عام 1962 أي غداة الاستقلال بأشهر قلائل كانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخبي لعهدة مدتها سنة واحدة هي سن القانون الأساسي للبلاد وبالفعل فقد سمح ذلك بإصدار دستور العاشر سبتمبر 1963 الذي كرس على الخصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري وفي الثالث أكتوبر من العام نفسه تم تجميد نشاطات هذا المجلس وبالتاريخ الثاني والعشرين نوفمبر 76 تسعمائة وألف شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسست بموجبه غرفة واحدة تحت تسمية المجلس الشعبي الوطني الذي أنيطت به السلطة التشريعية وقد أنتخب هذا المجلس في الخامس والعشرين فيفري 77 لعهدة مدتها خمس سنوات وتجدد بانتظام سنتي 82 87 يتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مسج مع مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وأن يخصص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة ويكون ثلث مترشحية القائمة يملكون مستوى تعليميا جامعيا يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الجزائر وينقسم بحسب التعديل الدستوري لسنة 96 إلى غرفتين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ويضم المجلس الشعبي الوطني أربعمائة وسبعة مقاعدة بدلا من أربعمائة واثنين وستين تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن مائة وعشرين ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف نسمة عدد المقاعد لا يمكن أن يقل عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف نسمة كيف يتم تحديد الضوائر الانتخابية وعدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني لنشرح أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للمجلس الشعبي الوطني وظيفتان أساسيتان هما سن القوانين بحيث ينص الدستور الجزائري على أنه يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم تصديق عليه ويشرع البرلمان في العديد من المجالات مثل القوانين العادية والعضوية للمجلس الشعبي الوطني صلاحية مراقبة يمارسها عبر الأسئلة المكتوبة والشفوية والاستجوابات ومراقبة استعمال الاحتمادات التي صوت عليها المجلس والموافقة على برنامج الحكومة وإنشاء لجان للتحقيق ورفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بناء على النص الدستوري هياكل المجلس وأجهزته وأبرزها مكتب المجلس وهيئة الرؤساء والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة البالغ عددها 12 لجنة من أبرز صلاحيات الرئيس بعد انتخابه الصهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس وضمان احترامه وتمثيله داخل الوطن وخارجه رئاسة اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق وتوزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على أعضاء المكتب وهو الآمر بالصرف وضبط تنظيم المصالح الإدارية للمجلس النائب مهاما واضحة ومحددة على الصعيد المحلي تقديم أسئلة شفوية وكتابية حول ولايته ومشاكلها لأعضاء الحكومة مرافقة الوزراء والوالي عند تفقد المشاريع بمختلف القطاعات بولايته ومراقبة سيرها المشاركة في إعداد البرامج المحلية للتنمية بتقديم المقترحات أما وطنيا التصويت بالموافقة أو الرفض على مخطط عمل الحكومة وحصيلتها السنوية يمكن للنواب تشكيل لجان تحقيق حول أزمات أو أحداث جارية وطنيا أو محليا أو بشأن تسهيل قطاع معين يمكن للنواب المبادرة بمشاريع قوانين جديدة وإيداعها لدى رئاسة المجلس ثم الحكومة لاعتمادها وعرضها للتصويت يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف الحكومية السامية يستخلف بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير في القائمة الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية كانت هذه جولة افتراضية في قبة البرلمان وفقا للتعديلات الأخيرة التي طالت قانون الانتخابات وتبقى هذه التشريعات محطة واعدة في مصاري بناء الجزائر الجديدة مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة للانتخابات التشريعية لنا ربط في كل ولايات الوطن الثمانية والخمسين والآن لنا ربط من ولاية تندوف مع عمار تواجين صباح الخير عمار بتندوف انطلقت صباحة اليوم عملية الاختراع بتندوف في ظروف تنظيمية محكبة بحيث تحصي وبلغة الأرقام ولاية تندوف حوالي 198 مكتبا موزعون على 26 مركزا أربع مراكز ببلدية أم العسل الوحيدة وأربع وعشرون مركزا بولاية تندوف وسط إجراءات واحترام للبروتوكول الصحي انطلقت العملية صباحة اليوم على مستوى ولاية تندوف وكان إقبالا كبير للمواطنين دلالة على مساهمتهم ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي نعم زميلي طواجين وكما نشاهد في هذه الصور الحية بولاية تندوف ترصد لنا عملية انطلاق أو انطلاق عملية الانتخاب بهذه الولاية وكما تشاهدون مشاهدين الكرام إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل سعيد نعم ملافت في هذه الصور هي مشاركة الشباب أستاذ رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري ما تعليقكم في هذه أولى أصور من ولاية تندوف تفضل سيدي أنا من خلال الصورة لموجودة على الشاشة لا يمكنني أن أتفاعل بمشاركة معتبرة في هذا اليوم الحاسم الذي يشكل محطة على طريق بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المعاصرة في إطار بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة لما أشاهد هذه الصور كلها شباب وفي أقصى ولايات جانبية في هذا الوقت والمرأة أيضا حاضرة أستاذ رسعطية ما تعليقك على هذه الصور المباشرة من ولاية تندوف نعم بطبيعة الحال هذا مؤشر قوي ومؤشر سليم يؤكد على أن هناك إرادة حقيقية للشاب بمختلف أشكالي بمختلف أطيافه سواء نتحدث على الشباب أو نتحدث على المرأة نتحدث على كل أطياف المجتمع الجزائري راغبون حقيقة نحو التغيير وبالتالي هي أولى البصمات في هذا الصباح بشكل مبكر التي تؤكد على أن المجتمع والدولة يسيران في خط واحد وهو التوجه نحو بناء جزائر جديدة ومؤسسات جديدة تحت غطاء الإرادة الشعبية نعم إذن كما نشاهد فاطمة في هذه الصور المباشرة والحصرية لتلفزيون الجزائري أجدد التذكير أن شبكة مرسلين متواجدة في كل التراب الوطني وبالدليل في هذه أقصى نقطة من الجنوب ولاية تندوف في هذه التغطية المباشرة كما نتابع في هذه الصور نعم سعيد والمرأة حاضرة دوما كعادتها في الموعيد السياسية الكبرى التي تشهدها البلاد في هذه الصور الحصرية نعم المرأة وكما قلت تشارك كعادتها بقوة حاضرة بقوة في هذا الموعد السياسي والحدث السياسي الهام والحاسم الذي تشهده البلاد لإعادة تجديد المؤسسة التشريعية في البلاد سعيد نعم ولفت أيضا أن الإقبال من قبل الشباب كما ذكرنا منذ قليل والصور تأتيكم للتذكير على المباشر من ولاية تندوف في هذا المكتب في هذا النقل المباشر من ولاية تندوف مع الفريق المتواجد هناك كما تشاهدون المشاهدين هذه الصور وأيضا سعيد اللافت أيضا هو التدبير الصحية التي يجب أن تجري بها وسطها هذه العملية وسعيد يشار إليه أنه سنربط الاتصال مباشرة من ولاية تمر راست مع الزميل ربح مدوي السعيد نعم مباشرة من تندوف إلى تمر راست كما نشاهد على هذه الصور ربح مدوي صباح الخير ربح ضعناه في الصور كما نشاهد طيب صباح الخير زملاء في سيديو الأخبار طبعا نحن متواجدون في مركز الشيخ بعمامة في تمر راست مركز بستة مكاتب أربعة للرجال واثنين للنساء هنا في تمر راست الناخب يعول على برنامان قوي على برنامان ممثل طبعا لجزائر جديدة بتركيبة شبانية وكذلك بكفاءات هذا ما يعول عليه الناخبون هنا في تمر راست استعداد كامل لهذا الحدث توفيذ كل مستلزمات الخاصة بالوقاية من البرتقل الصحي ندعوكم لمرافقتنا في أولى العمليات الاختراع هنا على مستوى مركز تهاقر بمدرس الشيخ بعمامة تفضلوا بعد على المباشر إذن أولى الصور تصلنا من ولاية تمن راست هناك تباعد هناك كذلك توفير كل مستلزمة الخاصة نعم نعم كما تشاهدون كما تشاهدون في هذه الصور الحصرية كاميرا تليفزيون سعيد تدخل مكتب التصويت بولاية تمن راست وترصد لنا مجريات العملية الانتخابية في هذه الولاية ربما أستاذ لوراري نشاهد هذه الصور هذا الإقبال لانتخاب ممثلية الشعب وسط رهانات وسط تحديات لبناء مصار جديد بالنسبة خاصة للمؤسسة التشريعية أستاذ لوراري نعم بالتأكيد كما قلت بأن هذه الانتخابات تشكل محطة أساسية على طريق تكريس إرادة الشعبية من خلال القيام بعملية اختيار وانتخاب لعضاء المجلس الشعبي الوطني المقبل ولذلك هذه الانتخابات تشكل محطة فاصلة بين مرحلتين أول ورقة اقتراع تضح في ولاية داخل الصندوق في ولاية التمرس كما نتابع في هذه الصور ربما هي المؤشرات الإيجابية في هذه الفترة الصباحية لهذا اليوم الخاص أستاذ إدريس عطية من خلال هذه الصور التي نتابعها في هذه التغطية المباشرة للتلفزيون الجزائر نعم هذا صحيح لأن شعار الحمل الانتخابي هو فجر التغيير إبصم وبالتالي التغيير هو بالمواطن والتغيير هو للمواطن وبالتالي هؤلاء المواطنين الذين صبحوا مبكرين لصندوق الاقتراع ولمراكز الاقتراع بسفة عامة شيبوا شباب رجال ونساء ليؤكدوا دائما على أن نتصور وعلى أن نداء الوطن هو الأولى بأن يلبى وبالتالي هم يتجهون بقوة لهذه السنديق ويذهبون أيضا لاختيار من يمثلهم حقيقة باسم الشعب وتحت إرادة الشعب وفي قبة البرلمان ليمارس السلطات وصلاحيات باسم الشعب الجزائري سواء في وظيفته النيابية أو وظيفته التشريعية أو حتى وظيفته الرقابية وبالتالي هو مصار سليم وسليم جدا وفي العادة دائما أن الشعب الجزائري يبرهن دائما على تمسكه بهذه الإرادة القوية وتمسكه بمشروع رئيس الجمهورية وأجندته الإصلاحية نعم ربما هي الرسائل الأولى فاطمة خاصة مع هذه الصور رسائل الأولى التي يوجهها المواطن حتى ربما للمشاركة لتوجيه رسالة أخرى للمواطنين طبعا بالتأكيد هؤلاء هم مواطنون نعم بالدرجة الأولى وهما يمارسون حقا من حقوقهم الدسورية المكفولة بموجب الدسور باعتبار القانون الأسمى في الدولة وأيضا المكفولة بموجب القانون العضو المتعلق بالنظام الانتخابات لأن عندما نتحدث عن انتخابات كحق فعلى هؤلاء المواطنين الذين يتمتعون بهذا الحق والذين قد منحهم إياه الدسور أن يقوموا بممارسة هذا الحق طبعا وهذه الممارسة تتمثل في قيامهم باختيار من يمثلهم حقيقة في البرلمان المنتظر وعلى وجه التحديد في المجلس الشعبي المنتظر وهذا تتسيد للماداتين سبعة وثمانية هاتين الماداتين التي تتحدثني على أن سيادة هي من كل شاب يمارسها من خلال مجموعة من الوسائل وفي مقدمة هذه الوسائل باعتبار أن الانتخاب هو الأداة الديمقراطية في الأنظمة الديمقراطية وللوصول إلى السلطة وهو الطريق الأوحد والواحد الدسوري والقانوني للوصول إلى السلطة لأي مجموعة أو جماعة سياسية معينة ولا طريقة للوصول في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة للسلطة إلا عن طريق الانتخاب والصدوق وأنت تتحدث أستاذ عن نظام الانتخابات الجديد الانتخابات التشريعية هذه السنة أو في هذه العهدة تجري في ظل انتخابات قانون انتخابات جديد هناك نظام انتخابي جديد سمي بنظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وهو ما يمكن أن يقدم فرصة أكبر للشباب ما الذي يمكن قوله في هذه النقطة أستاذ والله يمكن القول الكثير وقيل الكثير في هذا المجال من المنطلق أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يعتبر بمثابة قفزة نوعية على طريقة كريسي الإرادة الشعبية من خلال أننا انتقلنا من نظام كان يقوم على القائمة المغلقة بكل ما أدى لهذه النظام من مساوئ ومن مآسي بالنسبة لفكرة التمثيل تمثيل إرادة الشعبية على مستوى هذه الأدية الشرعية حيث لاحظنا بأن المناصب أو المراكز الأولى كانت تباع وتشترى وقد هذا الوضع إلى احتكار مجموعة من الأشخاص لفكرة التمثيل بالرغم أن التمثيل المفروض يتخدع دائما لإرادة الشخص الممثلة للإرادة العامة لمجموحية الناخبين ولذلك في القانون العضوي وقبله الدستور الذي أسس لهذا القانون العضوي جاء بنمط جديد وهو نظام الانتخاب على القائمة دائما ولكن القائمة المفتوحة مع الصوت التفضيلي وعندما نتحدث عن نمط هذا الاقتراع نقول بأن هذا النمط أعطاه حرية أكبر للمواطن للفرض من خلال قيامه بعمل الاختيار إذن دور الناخب كما لاحظنا لا يكتسر فقط على اختيار قائمة معينة بل عليه في المرحلة الثانية أن يقوم بعمل الاختيار من داخل هذه القائمة من خلال تصويت على من يراه أهلا لتمتيله داخل هيئة تشريعية المقبلة وهذا تطور نوعي لماذا لأنه يكرس حق المواطني في عملية الاختيار وفي عملية التمتيل ونعتقد بأنه هذا النمط سيؤدي لمحالته إلى إفراز هيئة تشريعية تمتيلية حقيقية ديمقراطية بالنسبة لهذا المجلس المنتظر كمجلس نتمنى أن يقوم بضوره في مجال التغيير نعم أستاذ عطية في هذه النقطة ما الذي سيضيفه في العمل السياسي بالنسبة لرجل السياسة عندما ينتقب بهذه الطريقة أعتقد هي إضافة نوعية وإضافة كبيرة جدا تدخل في صميم توجه الجزائر نحو مرحلة جديدة حقيقة على أساس أن التغيير في نمرة الاقتراع هو يعني هندسة انتخابية جديدة بالنسبة الجزائر وبالتالي كسر الكثير من الطابوهات التي كانت موجودة سابقا تتعلق بمن هو رأس قائمة بأن رأس قائمة دائما هو من يحصد الأصوات الموجهة لتلك القائمة وبالتالي الخروج من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة وهذه ضمانة جديدة بالنسبة للناخب على أساس أن الانتخابات ترجمة حق الانتخاب إلى أصوات وترجمة هذه الأصوات إلى مقاعد وبالتالي صوت الناخب سوف يذهب مباشرة إلى من يختاره أو إلى من يختارهم ضمن القائمة الواحدة بطريقة واضحة وبطريقة مضمونة هذا في إطار أول في إطار ثاني يوم الخميس يقول أن الصندوق هو الفيصل وأن ما يسمى بالكوطة وهذا زمن انتهى بطريقة أو بأخر الصندوق هو الفيصل أستاذ ونتوجه مباشرة نربط الاتصال مع الزميل سعيد بلونيس من ولاية تصطيف مرحبا بك سعيد ضعنا في الصورة سعيد شكرا زملائي في الستوديو المركزي بالجزيرة العاصمة إذن بدأت العملية الانتخابية للتشريعية جوان في هذا اليوم مع إقبال متزايد للناخبين هذو الناخبين من بين هيئة ناخبة متكونة من أكثر من مليون ناخبا لاختيار 15 ممثل للمجلس الوطني الشعبي المقبل لهذه الولاية أترك المشاهد وأضعه في هذه الصور الحصرية انتلاقا من هذا المركز ما بين 618 مركزا إذن أترك المشاهد يتابع معنا العملية الانتخابية من ولاية تصطيف هي أولى صور التي تصلنا من ولاية تصطيف مباشرة ننقلها لكم التلفزيون الجزائري نعم سعيد المواطنون مواطنون ولاية تصطيف تصطيف يتوجهون إلى صندوق الاقتراح لاختيار ممثليهم في المسجلس الشعبي الوطني وكما تشاهدون في هذه الصور المباشرة تأتيكم من ولاية تصطيف في أحد مراكز الاقتراح نعم إذن أولى الصور تصلنا من ولاية تصطيف وهو نقل على المباشر كما نشاهد إقبال صباحي من قبل المواطنين الآن من سطيف إلى تندوف نعود إلى ولاية تندوف والزميل تواجين من هناك مباشرة يرصد لنا الصور الأولى للانتخاب وعملية الانتخاب مرحبا بك زميل تواجين بولاية تندوف إقبال كبير للشباب وخاصة المرأة بحيث نحن الآن متواجدون على مستوى مركز قضاب الحاج هذا المركز هو مختلط للنساء والرجال نلاحظ أيضا حضور متميز للمرأة التندوفية كما توضح الصور نعم المرأة سعيد كعادتها حاضرة كما ألفت في كل الولايات التي تم إلى حد الآن التواصل معها في طريقة مباشرة كانت المرأة حاضرة كانت تصنع الحدث وهي تنتخب سيد عطية فيما يخص مشاركة المرأة هذه المرة أهميتها لا تقل من مشاركة الرجل وكما نشاهد إقبال من قبل المرأة الجزائرية لتصويت في هذا الاقترار بالفعل لأن توجهنا الجديد هو نحو مقاربة جندرية أكثر فاعلية مقاربة جندرية تقوم على العنصر الشباب وتقوم على العنصر المرأة وبتالي التفسير السليم لتوجه شباب وتوجه نساء في هذا اليوم وبوقت مبكر جدا هو دليل على أن المرأة تريد أن تنتخب شقيقتها المرأة وتنتخب ما تراه مناسبا حسب رأيها وحسب قناعتها وأيضا الشباب عندما نجده يحضر بقوة وفي الساعات الأولى للاقتراع وبالتالي يريد حقيقتنا التغيير ويريد أن ينتخب على نظيره من الشباب ويختار عناصر الشابة تمثله في قبة البرلمان وتشرع باسمه وتمارس السلطة التشريعية باسمه وبالتالي هناك إرادة شعبية تتحرك في دماء الجزائريين خاصة نحن في إطار تحولات مهمة جدا ينبغي تركيز عليها نحن أيضا في تورة التشريعية التاسعة في تاريخ الجزائر منذ سنة 1977 إلى اليوم 12 جواء 2021 وبالتالي كلها مؤشرات مهمة لأنه أيضا أعود لأذكر أن الجزائر خاضت مرحلتين فيما يتعلق بالديمقراطية مرحل أولى كانت سنة 1989 من خلال التوجه رحول الانتقال الديمقراطي لكن ما حدث منذ 22 فبراير 2019 هو التوجه إلى الحلقة الثانية وهي حلقة التعزيز الديمقراطي وبالتالي تعزيز الديمقراطي يكون من خلال الانتخابات ومن خلال التداول السنبع على السلطة الذي يضمن دائما أو شيء التغيير الإيجابي الذي يعزز المسار الديمقراطي وهنا أتحدث على ديمقراطية وطنية متعلقة بالهوية الجزائرية وليس ديمقراطية مستوردة أو ديمقراطية مقصودة وإنما هي ديمقراطية منشودة ينشدها عموم الشعب الجزائري ومتكيفة مع الشخصية الوطنية الجزائرية وأيضا التغيير الآمن الذي يضمن دائما استقرار الوطن واستجابه نربط الاتصال سعيد مباشرة مع الزميلة أمينة بعطوش من قسنطينة من ولاية قسنطينة صباح الخير زميلتي كيف هي الأجواء في ولاية قسنطينة بالمركز نعم لنداء الواجب لبو وللتغيير تجند فكانوا في الموعد نتواجد هنا بمركز تصويت ابن باديس بولاية قسنطينة أن تتم عملية إجراء تشريعيات الثاني عشر من جوان أجواء تنظيمية محكمة صاحبها أيضا التزام بالبروتوكول الصحي وفقا للبعايير المعمول بها وكما تشاهدون في الصورة هذه المشاهدة التي تغني عن أي تعليق أولى الصور إذا تصلون من ولاية قسنطينة في هذا النقل المباشر من مكتب ابن باديس من قلبي ولاية قسنطينة أصلوا رأيك كما نشاهد في هذه الصور إذن هذا الإقبال ربما يعكس الترشح المكثف لهذه المرة من قبل سواء الشباب أو سواء المرأة الذي يعكسه هذا الإقبال من قبل المواطنين للتصويت أليس كذلك؟ شوفي إذا أسمحت الإقبال من جاوبك الشباب أعتبرها أنها الأساس بالنسبة لأي عمليات ديمقراطية الهدف منها هو إحداث مجموعة من تغييرات المطلوبة داخل المجتمع الجزائري فقط تكملة وكتعليقة سيما أيضا أستاذ إذا سمحت لي أن نظام الانتخابات الجديد أتى أيضا بإضافة إلى النظام الاقتراع القائمة المفتوحة هناك شرط ثلث أن تكون القائمة ثلثة القائمة يكون شباب عمرهم تحت الأربعين سنة بالنسبة للشباب كرس مبدأ المناصفات الثلث بالنسبة للجامعيين ولكن ما لاحظناه واقعيا وعمليا من خلال مختلف القوائم أن بعض القوائم هي 100% شبانية بل وتتضمن مستوى جامعي 100% أيضا ولم تتوقف عندها نسبة الثلث الثلث الذي حددهم القانون العضوي بالنسبة للجامعيين لهذا هذا توجه إيجابي وينبئ فعلا بأننا بصدد أو في الطريق الصحيح لتكريس ديمقراطية تمتيلية حقيقية باعتبار النساء والشباب فقط أستوقفك للانتقال إلى ولاية بجايا مع سهيلة دغموم نعم والزميلة ترصد لنا أولا الصور من ولاية بجايا مرحبا بك سهيلة وهو كذلك زملائي إذن انطلقت منذ قليل فعاليات هذا الموعد الانتخابي هنا بولاية بجايا تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووفق بروتوكول صحي وقائي أعدى بهذه المناسبة إذن هذه أجواء الانتخاب هنا بولاية بجايا كما تشاهدون في الصور العملية متواصلة إلى غاية هذا المساء الصور إذن رصدتها لنا هذا منذ قليل زميلة سهيلة دغموم من ولاية بجايا والتي تعكس الإقبال من قبل بجاويين على مراكز الاقتراع مستمرون معكم مشاهدين في هذا النقل المباشر والحصري من كل ولاية الوطن في هذه الانتخابات التشريعية نعم سعيد نتواصل في هذا المترشيحين داخل هذه القوائد أستاذ إدريس عطية ربما هي الحافز الأكبر وتعكسه ربما هذه الشفافية حتى في النتائج لما لا لأنه يتم الانتقاء حتى في القائمة على سبيل الانتقاء إن صح التعبير نعم بطبيق الحال هذه الضمانة الجديدة من المنتخب إلى المنتخب عليه بشكل مباشر ومتالي هنا الصندوق لن يكون شاهد زور كما وقع سابقا وإنما هو شاهد حقيقي يعكس الإرادة الشعبية ويعكس هذا التنوع ويفرز من اختارهم الشعب بشكل مباشر وبشكل حقيقي وهنا السلطة المستقلة هي في امتحانها الثالث لأنها نجحت في الامتحان الأول في 12 ديسمبر 2019 نجحت في امتحان الثاني في الفاتح من نوفمبر الماضي وتحت ظروف صحية استثنائية واليوم أيضا هذا الامتحان الثالث ليوم 12 ديسمبر 2021 هو امتحان مهم جدا هنا أيضا لا ننكر الوضع الصحي وهنا عندما نراقب بعض ولايات الجنوب من يلتزم بالحزر الصحي رغم أن هذه الولايات منذ أشهر تسجل أرقام تقارب السفر من حيث الإصابات بهذا المباء لكن دائما هذا رجع إلى وعي المواطنين وإلى دائما حرص السلطة المستقلة على احترام البروتوكول الصحي وارتداء الأقنع الواقعة واستخدام الأرجال المعاقب نفس الشيء حدث في الحملة الانتخابية في الكثير من الحالات أنه دائما هناك امتثال هناك دائما ارتباط حقيقي بما أملته السلطة المستقلة واليوم نحن في إطار هذا الاستحقاق الانتخابي نشاهد حرائر الجزائر التجهون بقوة نحو صندوق الاختراع نشاهد الشباب نشاهد الكثير من أطياف المجتمع وبتالي هي طمأنة مهمة جدا وخاصة ربما هنا أعود إلى السلطة المستقلة الانتخابات بعد دسترتها في دستور الجزائر 2020 هي اليوم تشرف أيضا على هذا الاستحقاق وهي مدسترة ولها كل الصلاحيات بما فيها ضمان الحياد الإيجابي للإدارة وبتالي هي أهم ضمانا من ضمنات شفافية هذه الانتخابات ونزاهتها وأيضا ضمنات التي قدمها القانون العضو المتعلق بالانتخابات وأيضا القانون العضو المتعلق بالانتخابات هو يشبه الكائن البيولوجي أو الكائن الحيوي الذي يتطور ويتغير حسب حاجة المجتمع وثم تغيير هذا المجتمع وبتالي هو التطور سليم ومنطقي اليوم خاصة من خلال خلق هذه النمطية الجديدة في طريقة الاقتراع والتوجه نحو القائمة المفتوحة والتي تشكل حافز مهم جدا وقد ربما نجد عدد الأصوات المعبر عنها خاصة من خلال نمط القائمة المفتوحة قد تزيد حتى على خمسين صوت أو ربما الرقم يكون كبير على أسس أن البيعاء الانتخابي كبير وعدد المترشحين هم 22 ألف مترشعة ويزيد بقليل هذا الرقم وبتالي كلهم سوف يكون محرك حقيقي لعملية التصويت وحافز أساسي لدفع الشباب ودفع كل شرائح المجتمع بأن يذهبوا بقوة للاقتراعات يبقى في الأخير أننا تحدث على أن الهندسة الانتخابية الجديدة في الجزيرة على الأقل تكرس أربع مفاهيم هي الانتخابات الحرة، الانتخابات النزاهة والنزاهة هنا ترتبط بالشفافية الشفافية الصندوق وانتخابات تعاددية بخلال وجود قائمات مستقلة وقائمات حزبية وانتخابات منتظمة على أساس أن استدعالها الناخبة نعم جاء تحت ظروف وطنية في إطار التلبية حقيقية لمطالب الشارع الجزائري وهي مطالب أيضا طلبها الحراك الأصيل في بدايته بخلال رفضه للبرنامان السابق والمجلس الشعبي الوطني السابق الذي كان مطعوم في شرعيته وصف الكثير من الأوصاف لكن الشيء المؤكد الذي نقوله لسادة المتابعي اليوم أن برنامان الجزائري في 2021 هو حتما سوف يكون مختلف بشكل نهائي على كل البرنامانات التي سبقته طيب أستاذ لورالي انتخابات تشريعية تجري في ظل قانون انتخابات جديد في ظل دستور جديد يعني إضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها الدستور للبرلمانية اليوم في المؤسسة التشريعية ما هو المنتظر من البرلماني في هذه المؤسسة والله أنا في اعتقادي ما ينتظر المجلس الشعبي الوطني لأنه عندما نتحدث هذا البرلمان هو يتشكل من مجلسه مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ونحن اليوم بصدد انتخاب المجلس الشعبي الوطني ومصطلح على تميتي في حقيقة إعلاميا بالغرفة السفلة أسوة ببعض الأنظمات السياسية المقارنة في العالم قلت ما هو منتظر هو الكثير والكثير جدا نحن نتحدث عن هذه التشكلة المتنوعة التمثيلية التعددية للبرلمان المقبل وبالتالي ما هو منتظر أن تكون هذه التشكلة أول في مستوى الطموحات وأمال ورغبات الجماعي الشعبية في إحداث التغيير المنشود هذا التغيير الذي لا يمكن أن يأتي إلا من خلال قيام أعضاء البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني المنتظر بالمهام الدستورية والقانونية المخولة لهم وهي مهم لا محالة أساسية وجوهرية سواء فيما يتعلق بالمجال الأول الذي هو من اختصاص البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني على وجه التحديد وهو التشريع طبقا ما هو محدد في الدستور للدستور حد 36 مجال يتم تشريع فيها 36 مجال يتم تشريع فيها 30 مجال بموجب قوانين عادية ولا ندخل في تفاصيل هذه لأنه لا نقلقوش المواطنة بعد الصباح وست مجالات يتم تشريع فيها بموجب قوانين عضوية والمنظمة التشريعية عندنا تحتاج إلى إعادة نظر جدري وجوهري من حيث أولا إعادة تحيين هذه المنظمة التشريعية لأن كثير من النصوص القانونية تجاوزها الأحداث مقارنة بما يعرف المجتمع الجزائري من تأثيرات وتغيرات سريعة إذن يتعينوا إعادة تحيين هذه المنظمة ثلاثة تغطية المجال العديد والكبير بموجب نصوص قانونية هذه المجالات التي أفرزها الواقع المعاشر داخل المجتمع والتي تحتاج من جديد لعملية التأطير في هذا المجال بصفتنا لنمجي فطراتها دوتما كإعلاميا قانون الإعلام يتعين إعادة النظر فيه وتحيينه وتجديده على الأقل لأن لحد الأرض لاحظنا المرة هذه المتابعة بأن هناك فراغات في هذا المجال خاصة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لغير ذلك وهناك العديد من المجالات التي تحتاج ليس إلى تحيين فقط بل أيضا إلى تأطيرين قانونيين لها إذن في المجال التشريعي للنائب المنتظري مهم أساسية وجوهره وأن لا يبقى ينتظر هذا النائب كما حدث بالنسبة للعهدات السابقة ما يأتيه من مشاريع القوانين بمبادرة من الحكومة الدستور يعطيه حق التشريع حق اقتراح القوانين أنا نتمنى بأنني نشوف في المستقبل المجموعات البرلمانية ولماذا دحت النواب كأفراد أن يبادروا باقتراح مشاريع قوانين ولا ينتظرون السلطة التنفيذية على وجهة حديد الحكومة للمبادرة باقتراح هذه القوانين لماذا؟ لأن النائب هو الذي يتحسس وهو الذي يعيش المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن وبترفها هو أقرب حتى يدس نفسه النص على أن النائب يجب أن يبقى في استماع وفي تحسس دائم ومستمر للانشغالات التي يطرحها المواطن على مستوى الشرع في المجال الشرعي المجالات المتعددة والتحديات كبيرة نتكلم مع القطاعات الاستراتيجية ناخد قطاع الشباب ناخد قطاع التربية والتكوين في الجنة والأولوية للمباشر نشاهد هذه الصور من ولاية نعم أول مرة ولاية بن عباس نعم ولاية جديدة ولاية جديدة في التقسيم الإداري الجديد بالفعل سعيد وكما نشاهد إقبال المواطنين على مراكز التصويت وسنضيق الاقتراع لاختيار ممثليهم نعم ربما التمثيل في الولايات الجديدة سيكون بالحد الأدنى وهي ثلاث مقاعد أستاذ إدريسنا لم هي تجربة أولية أو خاصة نعم نعم ويشار إلينا الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يؤدي واجبه الانتخابي في هذه الأثناء الصورة تأتيكم مباشرة نعم نعم إذن الوزير الأول الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع مدرسة عمر حيدة بدل إبراهيم في هذه الصورة التي تأتيكم مباشرة وعلى المباشر الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي فاطمة هنا بالعاصمة بالعاصمة بدل إبراهيم يؤدي الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد مدرسة عمر حيدة بعالي العاصمة بدل إبراهيم يؤدي واجبه الانتخابي في هذه الأثناء كما تشاهدون في هذه الصور التي تأتيكم مباشرة ونظرا لكثرة القوائم سعيد نعم العاصمة أكبر 30 قائمة أكبر 30 مقعد نعم إذن تشاهدون على المباشر مشاهدين الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤدي واجبه الانتخابي بدل إبراهيم بالعاصمة كما توطحه هذه الصور على المباشر جنبا إلى أن جنب مع المواطنين بأداء الاقتراع فاطمة كما نشاهد نذكر فقط سعيد أن هذه الصور تأتيكم مباشرة من مدرسة عمر حيدا عمر حيدا بيدال إبراهيم وهي كما تتابعون تظهر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد وهو يؤدي واجبه الانتخابي إذن هذه الصور على المباشر ينقلها التلفزيون الجزائري في هذا النقل المباشر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يؤدي واجبه الانتخابي نعم سعيد هذه الصور تأتينا ورصدنا أيضا قبل قليل الصور الأولى لعديد الولايات من خلال الزملاء الصحفيين المنتشرين عبر كامل التراب الوطني الصور الأولى رصدها التلفزيون الجزائري في هذه التغطية الحصرية الخاصة بالانتخابات التشريعية نعم شبكة مراسلين كما تبعتم منتشرة في الثمان والخمسين ولاية لنقل مجريات العمل الانتخابي وصور الآن من العاصمة إذن في هذه الفترة الصباحية كان لنا نقل من مختلف ولايات الوطن جنوب شمال شرق غرب وكما تتابعون فاطمة على المباشر هذه الصور من العاصمة نعم وسط ظروف صحية استثنائية البروتوكول الصحي الذي قررته سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك ضمانا للأمن الصحي فالأولوية سعيد تكون لأمن الصحي للمواطن وأن يصوت ويدلي بواجبه الانتخابي وسط ظروف هادئة وسط ظروف آمنة صحيا كما تتابعون مشاهدين من العاصمة مباشرة هذه الصور ترصد لكم العملية الانتخابية إذن نقل المباشرة التلفزيوني الجزائري لمجريات العملية الانتخابية في كل ولايات الوطن وهذه الصور المباشرة الآن من عالي العاصمة من دال إبراهيم نعم سعيد الشعب اليوم يضع بصمته وينتخب ممثليه في المؤسسة التشريعية كنا سعيد قد شهدنا صور عديدة لمراكز التصويت بمختلف ولايات الوطن وكنا قد شهدنا عنصر الشباب حاضر بقوة عنصر أيضا المرأة المرأة كانت حاضرة أيضا بقوة كما شهدناه من ولاية التمراصد في الصور الحصرية التي نقلناها لكم مباشرة في هذا اليوم المفتوح نعم نعم فاطمة كانت لنا تقطية مباشرة من مختلف ولايات الوطن وفي هذه الصور الآن وعلى المباشر نتابعها من الجزائر العاصمة وهذه الصور سعيد من مدرسة عمر حيدة بدال إبراهيم تأتينا مباشرة ترصد لنا العملية الانتخابية بهذا المركز كنا نتابع وعلى المباشر ومن التحق إلى اللحظة نذكر أن الوزير الأول متوجد الآن في هذا المركز للانتخاب بمدرسة عمر حيدة بالعاصمة بدال إبراهيم إذن مثل ما تشاهدون وتتابعون مشاهدين الكرام في هذه الصور الحية الوزير الأول وأمام كاميرات الصحافة الوطنية والدولية يؤدي واجبه الانتخابي إذن نقل مباشر للتلفزيون الجزائري للعملية الانتخابية من كل ولايات الوطن على غرار دال إبراهيم هنا بالعاصمة التي نشاهد فيها الصور وزير الأول الذي أدى واجبه الانتخاب فاطمة نعم ومستمرنا معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة بالانتخابات التشريعية كنا نناقش هنا بالبلاطو نقطة سعيد تتعلق بما المنتظر من المجلس الشعبي الوطني اليوم في هذه التحديات التي تواجهها البلاد كنت تكلمت على الجانب الشريعي لأنه من مهام المجلس الشعبي الوطني هو الشريع أيضا من بين هذه العيئة المقبلة هو القيام بدورها في مجال رقابة الحكومة طبعا عندما نتحدث عن الرقابة لا نعني بذلك الرقابة السياسية لأنه خليني نوضح في هذا المجال أنه إذا كان من صلاح يتسيد رئيس الجمهورية القيام باختيار وزير الأول أو رئيس حكومة الحسب الحالة طبقا للدستور الجديد إلى أن هذا الأخير سواء كان رئيس حكومة أو وزير الأول لا يستطيع مباشرة مهامه إلا بعد حصوله على ثقة المجلس الشعبي الوطني وهذا يتم على أساس إما مخطط العمل الذي يقوم بتقديمه إذا كنا في ظل وزير الأول أو برنامج عامل الحكومة إذا كنا في ظل أغلبية برلمانية غير أغلبية التي ينتمي لها سيد رئيس الجمهورية ومخطط العمل أو برنامج العمل هو يتضمن مجموعة المشاريع التي تسجلها الحكومة بغرض تنسيذها في الواقع خلال مرحلة تاريخية معينة وهي المفروض خمس سنوات ثم بعد ذلك هذا المخطط العمل يتم تزيئته إلى برامجة قطعية سنوية على مختلف تراب للوطن ولما تكلم على مخطط عمل ولا برنامج عامل الحكومة للنائبي دور أساسي وهم في هذا المجال من خلال أول ضمان التوزيع العادل لمختلف برامج التنمية المسطرة على المستوى الوطني على مختلف مناطق الوطن بدرجة متساوية واحد واثنين ضمان توزيع الدخل الوطني أو الدخل القومي أيضا على قدم المساواة بين مختلف مناطق التراب الوطني ولذلك في المشاريع التي يتم إقرارها في هذا المجال تتم بعد مناقشة ومراقبة النائب لها وبالتالي مصادقة عليها في حتم إذا كان إذا رأى بأنها فعلا تجسد رغبة الجماهر الشعبية هذه الطريقة الأولى طريقة أيضا في المجال المراقبة الحكومة مطالبة سنويا بإعداد بيان عن سياستها العامة هذا البيان الذي يتضمن ما تم تتسيده وما تم تنفيده من مختلف المشاريع في مختلف القطعات سنويا من هذا البرنامج وفي هذا المجال للنائب دور هام وأساسي من منطلق مدى من منطلق المهمة الأساسية له مراقبة عمل التنفيذ الحكومة وثنين من منطلق معايشته لواقع التنمية على مستوى الولايات التي ينتمي إليها ولذلك فبيان السياسة العامة هو مناسبة ليس للاستعراض فقط وإنما لتتسيد فكرة ومبدأ متابعة عامل الحكومة ومدى تتسيدها للتعهدات التي على أساسها تحصلت على ثقة النائب داخل هذا البرلمان وفي حالة ميدابية المناقشات وعملية التقييم التي يقوم بها النواب أثناء عرض هذا البيان بإمكانهم في هذا المجال أن يحرك ما يسمى بملتمس الرقبة لترتيب المسؤولية السياسية على هذه الحكومة والتي في حالة إقرارها تؤدي إلى ضرورة تقديم الوزير أو رئيس الحكومة لاستقالته وجوبا وفي هذه الحالة يلتجو الرئيس الجمهور إلى الطرق المعمول بها في هذا المجال بغرض التعيين رئيس حكومة أو وزير أو الحسب الحالة نعم والآن لنا نقل في هذه الصور المباشرة من ولاية أدرار كما سنتابع الآن لنا نقل مباشر من ولاية أدرار ربما سعيد ريثما يجهز مراسلين في تلك الولاية نواصل النقاش أستاذ أدريس عطية إضافة إلى ما تفضل به الأستاذ من صلاحيات للبرلمان التي أتى بها الدستور والقانون الانتخاب الجديد نعم هذه الصور المباشرة التي تأتينا من ولاية أدرار نعم نواصل النقاش أستاذ كنت سألتك عن الصلاحيات البرلمان في ظل القانون الجديد وفي ظل الدستور الجديد هناك أيضا نقطة جديدة وهي الحصانة البرلمانية التي يمكننا الحديث فيها كثير ومطولا سيدة نعم وهنا عندما نتحدث على البرلمان نتحدث على السلطة التشريعية التي أقرى الدستور لها التوازن كامل مع بقية سلطات خاصة السلطة التنفيذية لأنه في الدستور الماضية نشهد دائما تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والذهاب حتى إلى ممارسة التشريع أو دفع السلطة التشريعية بأن تشرع بإعاز من قبل الحكومة وبالتالي اليوم البرلمان هو أمام مجال جديد مفتوح يتعلق بالمبادرة التشريعية التي تسمح لشرين نائب أو أزيد من ذلك بطرح هذه المبادرة سواء هؤلاء كانوا نواب متفرقون أو كانوا نواب ينتمون إلى كتلة سياسية واحدة أو نواب ينتمون تحت أي إطار معين والشيء المهم في الدستور الجديد أنه أقرر حسب المادة 103 من الدستور أن تشكيل البرلمان هي التي سوف تقرر شكل النظام السياسي وليس فقط شكل الحكومة فإذا كانت هناك أغلبية برلمانية غير متوافقة مع برنامج الرئيس الجمهورية فيتم استحداث منصب رئيس الحكومة وهنا النظام السياسي يتكيف ويصبح أقرب إلى النظام البرلماني المعدل وتكون هذه التشكيل الغالبة في البرلمان لها بعد كبير في الحكومة وهذا ما يعزز عمل البرلمان سواء في إطار الرقابة البرلمانية أو الذهاب حتى إلى مفهوم أعمق وهو المحاسبة وصول إلى سحب الثقة من طرف الحكومة المستوى الثاني وهو في حالة حصول أغلبية أو عدم حصول أي أغلبية هذه الأغلبية كانت متوافقة مع برنامج الرئيس أو عدم حصول أي أغلبية أو وجود أغلبية مشكلة من الأحرار فهنا يتم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ويتم استحداث منصب الوزير أول من نظام سياسي ويكون نظام سياسي أقرب إلى النظام الرئاسي المعدل ليتولى رئيس الجمهورية عدة صلاحيات فهو رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس وزراء إلى جانب أنه هو رئيس الحكومة ونعود إلى أحدية السلطة التنفيذية بدل ثلاثي السلطة التنفيذية كحال الأغلبية البرنامج التي تقر حكومة ورئيس لكن النائب هنا يبقى الأمر معول عليه سواء كشخص من خلال أنه يتحسس أخبار الناس ويتحسس حاجيات المواطنين ومطالب الشارع الجزائري ومراقبة المستوى التنمية هذا على مستوهم كأفراد إلى جانبي على مستوهم كعمل لأنه شيئا ما بين أنه الانتخابات تكمل أهميتها في أنها تسعى لتجديد مؤسسة ضمن البرنامات وإعطاء صورة جديدة للمجلس الشعبي الوطني في لحظة أعتقد أنها فارقة وفارقة جدا في تاريخ الجزائر المستقلة نعم أستاذ دورارين ربما من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني هي مراقبة سير عامل الحكومة كيف يتم ذلك وما هي الآليات ربما طبعا أنا تكلمت على آلياتين أساسيتين وهو برنامج عامل الحكومة أو الوزير الأول ومتمس الرقبة لكن إلى جانب هاتين الأليات هناك العديد من الأليات التي في حالة ما إذا تم تفعيلها من قبل النوابي المجلس الشعبي الوطني المنتظر ونتمنى أن يتم ذلك ونتمنح طبعا يقوم النائب بدوره الأساسي والفعال في مجال مراقبة عامل لأتي التنفيذي وعلى وجه تحدي الحكومة إلى جانب هذه الأليات هناك أيضا نقدر نتكلم على حق السؤال سواء كان سؤالا شفويا أو كتابيا نقدر نتكلم على حق الاستجواب الاستجواب الحكومة كاملة بوزيرها الأولى وبرئيس الحكومة حول أي قضية ذات أهمية وطنية وعندما نتحدث عن قضية ذات أهمية وطنية فتقدروا طبيعة هذه القضية يعود إلى نواب الشعب إلى الإرادة العامة لمجموعة هؤلاء النواب الذين يجسدون الإرادة الشعبية إذن حق إن شاء لجاني للتحقيق سواء هذه اللجان كانت لجان مؤقتة لتحقيق في قضية ما بشرط طبعا لا تكون هذه القضية موضوعة تحقيقا على مستوى جهاز القضاء أو لجاني مؤقتة قلت لجاني دائما أو لجاني مؤقتة إذن هناك العديد من الأليات والوسائل هناك نقطة أيضا أستاذ وهي نقاش مخطط عمل الحكومة ويعرض للنقاش في البداية وبيان سياسة العامة الذي يعرض دائما في نهاية الدورة في الشهر العاشر عادة بالنسبة لدورة برلمانية فهو يسمح للبرلماني بأن يناقشوا بقوة بيان سياسة العامة وبإمكانهم أن يتحدثوا حتى على قطاعات متخصصة على أدائها طيلة السنة كاملة من العمل حق إقراء المسؤولية السياسية للحكومة هذا الإقراء الذي يتم ممارسته بوسيلتين للسورية الوسيلة الأولى تكلمنا عنها وهي تحريك ملتمس الرقابة والذي قد يؤذي إلى استقاد كذا والآلية الثانية هي التصويت بالثقة لأن في كثير من الأحيان ما تكون الحكومة خاصة إذا كانت حكومة أغلبية معينة تواجه مجموعة من الانتقادات من قبل مختلف الأطراف السياسيين والفاعلين المدنيين أو الاجتماعيين داخل المجتمع فتلتجه الحكومة إلى البرلمان لطلب التصويت بتجديد الثقة فإذا تم تصويت بتجديد الثقة تخرج الحكومة قوية منتصرة على أعدائها نقول أعداء بنقوسين يعني على معارضها على معارضها وإذا تم تصويت بلا فعند ذلك يتم حجب هذه الثقابة لمعال هذه الحكومة إلى أن تقدم استقالتها السيد رئيس الجمهور إذن في النهاية هناك العديد من الأليات هناك العديد من الميكانيزمات هناك العديد من الوسائل الدستورية والقانونية التي منحها المؤسس الدستوري والقانون العضوي المتعلق بتنظيم العلاقات بين الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية للنواب في حالة ما إذا تم استعمالها بطريقة موضوعية عقلانية فإن في هذه الحالة وكل هذا العمل إذن وإذن نتحدث عن تغول الحكومة على البرلمان البرلمان الذي ينتخبه اليوم الشعب الجزائري واليوم أو في هذه الأثناء نتوجه إلى مركز اقتراع بالعاصمة وتحديدا بالأبيار في الصور التي تأتينا من هناك ترصد لنا المجريات العملية الانتخابية وإقبال المواطنين على صندوق الاقتراع نعم كما نشاهد هذه الصور من العاصمة بالتحديد من الأبيار العامل المشترك كالعادة أستاذ إدريس حاطية هو الشباب تظهره الصور هذه المباشرة التي ينقلها تلفزيون جزائري من الأبيار هنا بالعاصمة نعم الحديث عن العاصمة هو حديث على مرحلة تاريخي سابقة كانت تشهد قبال ضعيف في سنوات الماضية لكن اليوم أنه نفس التواجد المكثف في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في مناطق أخرى هو نفسه في العاصمة وهذا تأكيد على أن مسألة تغيير أو إرادة تغيير هي إرادة وطنية تشمل كل الدواء الانتخابية وكل ولاية الوطن إلى جانب أعتقد الألية الثانية والجديدة هي المتعلقة بتوافر عنصر الشباب بقوة إلى جانب عنصر النساء وكتالي هو تصور أفقي يشمل كامل الوطن ويؤكد على هذه الإرادة الجمعية وعلى التوجه نحو التغيير وعلى أن طريق البرلمان هو طريق أصبح قريب وبعد ساعات سوف يظهر تظهر الكثير من الأسماء اللامعة التي سوف تتوج كفائزين عم وجوه نتمنى تكون وجوه جديدة وتعكس بالفعل إرادة الشعبية مع أن الحديث عن الشباب ربما في الحام الانتخابية الكثير من أرادوا إضعاف عنصر الشباب ووصفوهم بأنهم يفتقدون للخبرة السياسية لكن اليوم الشباب التغيير لأنه يثق في الشباب ويعول على أن الشباب بإمكانه أن يقدم القيمة المضافة للوطن من خلال العمل التشريعي وحتى في نشطة أخرى بما فيها الحكومة التي يعول أيضا أن يكون فيها الكثير من الكفاءات الشباب وأيضا الشباب يكون متوجد في كل الوظائف العليا والوظائف السامية في الوطن من أجل دائما إضافة بصامات نوعية لصالح الجزاء الممكنة والمأمولة الشيء المميز أيضا حتى أسماء الشهداء في هذه المراكز الانتخابية في كل ربع الوطن وفي كل هذه الولايات أسماء لا بيعات تذكرنا دائما بمجد الجزائر وتذكرنا بخلود شهدائنا الأبرار فنحوجنا دائما لهذا الاستذكار وإلى هذا التأكيد لأنه بيان أول نوفمبر يسر ويقر حقيقة على أن الجزائر المزاهرة ينبغي أن نصلها وأعتقد أنه حان الآوان بأن تحدث عن الجزائر المزاهرة الثورة التي قام بها الشباب من أجل نيل الاستقلال وضحظ المستعمر بلا رجعة اليوم الشباب أيضا هو يسعى لتغيير تحت عنوان فجر التغيير ليؤكد على أن الجزائر التي حلم بها الشهداء الأبرار هي جزائر ممكنة هي جزائر مأمولة وهي الجزائر التي يتمسك بها كل الشعب الجزائري فهذه المراكز تحت أسماء شهداء لتؤكد أيضا أن 45 مليون جزائري كلهم شهداء أحيا كلهم متمسكين بالجزائر كلهم يرون في أتغيير ريهان أساسية أستاذ لوراري أستاذ إدريس عطية ذكر النقطة هامة جدا وهي أنه تجديد الأوجه إن صح التعبر لكن هذه المرة بفعل القانون يعني عودتين لا أكثر بالنسبة للنواب طبعا هذه من بين مستجدات ومجابها القانون العضوي متعلق بالإضاء من الانتخابات وقبله ذلك الدستور في 2020 وهو أن نتحديد العهدات يعني لا يكفي أن نحدد العهدات الرئاسية إذا كان رئيس الجمهورية الذي يجسد الإرادة العامة لمجموعة الناخبين وتم تحديد عهدته بعهدتين رئاسية فالأحرى والأولى يتم تحديد العهدات بالنسبة للنواب واحد تنين أيضا في هذا الإطار وهو في إطار أخلاقة العام السياسي وتحديد هذه العهدات وهو ضمان التداول على السلطة النائب الذي يعمر لخمس عهدات أو لست عهدات وشهدناها ثم بعد ذلك يطالب بتجديد داخل مختلف مؤسسات الدولة وهو لا يخضع لهذا المقياس نظر هذه من بين الأشياء الجديدة والإيجابية وربما التي ساهمت في هذا أقول ربما إنما هي بالتأكيد ساهمت في هذا الإقبال الذي لاحظناه خاصة بالنسبة لعنصر الشباب لأن الملاحظ من خلال ما تضمنه القانون العضوي وقبله الدستور أن هناك فعل إرادة سياسية واضحة وبينة ولا تحتاج لأي تأكيد لإحداث عملية تغيير المنشود داخل المجتمع من خلال ما دام من خلال طبعا عنصر الشباب باعتبار عنصر الأجساس وهو رهان المستقبل بالنسبة للدولة الجزائرية وأيضا عندما نتحدث على الشباب نحن لا نقص هنا بقية الفئات الاجتماعية بل كل فئات الاجتماعية مكانتها ودورها في إحداث التغيير المنشود والتنمية المطلوبة للمجتمع الجزائري والنقلة النوعية للدولة الجزائرية على طريقة كريس ما يشمع بالجمهورية الجزائرية الجديدة في إطارة كريس دولة الحقي ودولة القانون كل فئة من هذه الفئات لها دورها ولكن أحببنا مكرهنا هذه حقيقة اجتماعية وواقعية أن الشباب يجسدوا أداة التغيير الحقيقية والقوية لأن الشبابان اليوم هم مستقبل الشبابان اليوم نجدهم أيضا في هذه الصور المباشرة التي تصلنا من غردايا في هذا مركز الاقتراع التي ترصد لنا توجه المواطنين لانتخاب نواب الشعب ويتواصل معنا نربط الاتصال الآن بغردايا مع نعم الآن سنعود إلى غردايا نواصل النقاش نعود إلى غردايا بعد حين نعم أستاذ أدريس عاطية كان قد ذكر كل هذه العوامل ربما أليست هي ضمانات للشباب لما نشاهد هذا الإقبال كأنها ضمانات لهؤلاء الشباب للانتخاب وكأنها شرط للضمانة بالفعل هي ضمانة الأساسية لمستقبل جزائر وللفرص التي يعول على الشباب أن يخلقها وأن يضمنها لنفسه لأنه هناك الكثير من تحديات خاصة بالنسبة الشباب سواء متعلق بالعمل متعلق بالسكن متعلق بالتنمية وغيرها من المسائل وبالتالي أن الشباب هو المحرك لهذه المجالات وخلق ديناميكية جديدة داخل الوطن في إطارها السياسي نعم اليوم لكن نحن نتجه إلى إطار اقتصادي وإطار تنموي يكون شباب هو الفاعل فيه شهدنا ربما منذ بداية هذه الأزمة الصحية الشباب الذي تجند في إطار المجتمع المدني والذي تضامنا مع الشقاء الجزائرين في كل المحافل وبتالي الشباب هو الذي أكد على نوع جديد من العلاقة بين الدولة والمجتمع اليوم أيضا الشباب هو الذي يتجه من أجل أن يبرهن ويعلن تحت عنوان عريض أن الجزائر هي جزائر الشباب وأن التغيير هو بالشباب وللشباب وحده وهذا ربما فصل جديد من فصول الجزائر القوية التي تعول كثيرا على شبابها ومع ذلك أن الشباب في حاجة إلى التمكين أكثر وأكثر في حاجة إلى ثقة في حاجة أيضا إلى تعزيز دوره في حاجة إلى إعطاء الكثير من ربما الإشارات الخضراء لينطلق بقوة لأنه في الجزائر الكثير من الشباب الحالمون بمساقب الحالمون بجزائر جديدة حقيقة يؤمنون بذلك وربما حتى الحديث عن الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به الشباب والتغيير كان من خلال الشباب وبتالي هذه المقاربة الجندرية التي نتمسك بها اليوم والتي تعول حقيقة على الشباب كريهان التغيير هي مقاربة سليمة وسليمة جدا في انتظار تحقيق الكثير من الإنجازات لأنه البرنامج القادم سوف يتشرف بالعديد من الإصلاحات سواء كما أشار الأستاذ دوراري عندما يتحدث لا تحييل القوانين وربما هنا أيضا بإمكان أن نتحدث على تكييف العديد مع القوانين مع مخرجات دستورنا الجديد الذي ركز على الكثير المحاور سواء فيما يتعلق بتعزيز الحقوق والحريات فيما يتعلق التوازن بين السلطات هناك أجندة إصلاحية مهمة في حاجة الاستكمال سوف تمس أغلب القوانين العضوية في قانون الإتخابات قانون أحزاب سياسية قانون الجماعات المحلية بما في قانون البلدية وقانون الولاية وغيرها من القوانين إلى جانب عدد كبير من القوانين العادية وربما حتى الذهاب إلى ما هو أعمل من ذلك من خلال مباشرة إصلاحات قطعية سوف تمس أغلب قطعات الوطن كإصلاح الصحة وإصلاح التربية وإصلاح الجامعة وغيرها من الإصلاحات للتأكيد حقيقة على أن الجزاء الجديدة لا تقبل فساد ولا تتقبل الفاسدين في الإدارة أو في الوسط السياسي وفي الوسط العام طيب أستاذ لوراري المتتبعون للمشهد السياسي في البلاد يقولون أن البرلمان المقبل سيكون برلمان مصيري يعني برلمان ستنبثق منه الحكومة كيف يمكن للتشكيلة البرلمانية الجديدة أن تسهم في الرفع وترقية الأداء الحكومي لتلبية كل تطلعات المواطنين نضم التفقيل كل بأن طبيعة التشكيلة البشرية للبرلمان المقبل لمحالة سيكون لها نعكاس مباشر على تفعيل أولا هذه المؤسسة كما قلنا كمؤسسة شرائية رقبية بالأساس والتنين أيضا حتى بالنسبة لعامل الحكومة مستقبلا ولذلك أنا من الذين يتوقعون بأن هذه التشكيلة ستكون تشكيلة متنوعة متنوعة من حيث أولا خليني نقول الانتماء الفئوي الاجتماعي يعني متنوعة من حيث التكوين والتخصص ومتنوعة لماذا لاحظة من حيث الخبرات والتجربة باعتبار لما شاهدنا القوائم هذه حقيقة الكثير من القوائم هي قوائم الشبانية ولكنها تحتوي على كفاءة على طاقات أثبتت جدارتها وأثبتت مسؤوليتها من خلال خاصة المجتمع المدني هذا المجتمع الذي برزه أشار الأستاذ قبل قليل الذي برز أثناء هذه الأزمة الصحية التي عرفتها بلادنا على غير المختلف البلدان العالم ولذلك نقول كلما كانت هذه تشكيلة تشكيلة تعكس هذه التركيبة البشرية لمختلف هذه القوائم بغض النظر عن هذه القوائم كانت قوائم حزبيتين أو قوائم مستقلة لا محالة سيكون لها التأثير المباشر على عمل سواء هذه الهيئة أو عمل السلطة التنفيذية وعلى وجه التحديد الحكومة يبقى الآن نوع الحكومة التي ستكون ربما نمد الآن كراءات وتصورات مبنية على معطيات قد تختلف من دارس من باحث من محللين إلى آخر ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث بل ننتظر النتائج على الأقل الأولية حتى عند ذلك لما نقدم قراءة أو تصور وكذا يكون مجف وإلا سيعتبر ربما تسمحي لبينقص هنا توجيه لهئة الناخب ونحن اليوم بسدد الاقتراع وربما سعيد لأول مرة مثل الانتخابات الرئاسية لأول مرة تصعب التكهنات والتوقعات لكيف يكون البرلمان المقبل على عكس التشريعيات السابقة كانت ربما توقعات نظام صحيح نغير البرلمان نغير الحقيقية نعم الديمقراطية الحقيقية عندما تذهب لتضع ورقة التصويت في صندوق لا تعلم من سيكون الفائز وبتالي نحن اليوم حقيقة أمام ديمقراطية الحقيقة وحتى أعداء الجزائر في الداخل وفي الخارج لا يوجد أحد شكك في نزال الانتخابات كلهم ربما قد تتبنوا خطابا تفشيليا للشباب وغيرهم لكن لا أحد فيهم رفع صوته وقال أن هناك تزوير الانتخابات أو سيكون تزوير الانتخابات أو شك كاف الانتخابات الماضية والحمد لله وبتالي الجزائر قطعت العهد مع ما يسمى التزوير قطعت العهد مع ما يسمى الكوطة المضمونة وبتالي من نجدهم دائما خارج هذا الإطار هم فشلوا كثير من الحضوض التي كانت المولوية المباشر أستاذ إدريس عطية نشاهد الآن على المباشر انتخاب رئيس مجلس الأمة نعم بأسعيد في هذه الأثناء مباشرة الصور ترصد رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل وهو يؤدي واجبه الانتخابي بحديقة بالعاصمة حديقة الحرية والفنون الجميلة تيليملي هنا بالعاصمة مشاهد هذه الصور التي ينقلها تليفزيون الجزائري على المباشر لانتخاب رئيس مجلس الأمة سيد صالح جوجيل إذن في هذه الأثناء تتابعون مشاهدنا الكرام رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل يؤدي واجبه والانتخابي إذن نقل مباشر للتليفزيون الجزائري لمجريات العملية الانتخابية من كل ولايات الوطن على غرار هنا بالعاصمة نعم سعيد تغطية خاصة على مدار يوم كامل يضمنها تليفزيون الجزائري متابعة ومواكبة لهذا الحدث السياسي الذي تشهده البلاد في هذا اليوم الانتخابات الانتخابات التشريعية مجريات العملية نقلناها لكم عبر كامل التراب الوطني رصدنا لكم صور حصرية صور أولى لانطلاق العملية الانتخابية وفي هذه الأثناء تشاهدون انتخاب أو رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل وهو يؤدي واجبه الانتخابي نعم إذن تغطيتنا مستمرة مشاهدين في هذا اليوم المفتوح الذي ينقل فيها التلفزيون الجزائري لمجريات العملية الانتخابية من كل ولاية الوطن كما تابعتم معنا منذ صباح اليوم نقلنا لكم بث مباشر من عدة ولايات الوطن وهذه صور الآن من الجزائر العاصمة مباشر مباشر نعم مشاهدين الكرام تتابعون في هذه الأثناء في هذه الصور المباشرة من العاصمة ترصد لنا أيضا كل تفاصيل العملية الانتخابية عبر كامير التراب الوطني هذه الصور تأتيكم من العاصمة حيث يؤدي رئيس مجلس الأمة السيد صالح وجيل واجبه الانتخابي نعم سديدي سعطية إذا تحدثنا عن العملية الانتخابية وللحاصمة خصوصيتها بطبيعة الحالة العاصمة تبقى هي صاحبة حيث الأسد ب34 مقعد من أصر 407 مقعد بطبيعة الحال هي المدينة الأولى والمدينة الأكبر من حيث أعدد السكان وبتالي هي الأكبر من حيث الانتخابي وأيضا العاصمة هي فيها عدد كبير من المسؤولين على غرار أعضاء الحكومة سيد رئيس الجمهورية بطبيعة الحال وسيد رئيس المجلس الأمة وغيرهم من الإطارات الذين بحكم وظيفتهم ومستقرها في العاصمة هم يقترعون في العاصمة وبتالي خصوصية العاصمة تبقى مميزة أيضا حتى من حيث يعني القائمة المترشحة في العاصمة وبتالي المنافسة هي منافسة قوية ومنافسة همة على أساس أن 34 مقعد في العاصمة هي أيضا رقم كبير ورقم ضخم يسمح لهؤلاء المتنفسين بأن يطمحوا جميعا ويتمنوا الفوز ويشتغلوا عليه بشكل كبير عكس لكثير من الولايات لأنه بطبيعة الحال أن النظام الانتخابي ربط المسألة بعدد السكان وهذا الربط أيضا هو إيجابي لم يربط بالوعاء الانتخابي وأنه مربطا بعدد السكان خاصة أن الكثير من الولايات الجديدة فيها ما يقارب الـ 200 ألف نسمة وبالتالي إعطائها الحصة القاعدية أي ثلاثة مناصب وهناك أيضا ولاية كبرى كحال ولاية الصيف أو البوليدة وولاية أيضا تأتي في الترتيب بعد ذلك وبالتالي أنه تقسيم كل دواء الانتخابي في الوطن حسب عدد السكان وخاصة أنه القاعدة الأساسية أنه كل 120 ألف نسمة يقابلها ما قعد إلى جانب أن هذا الرقم يمكن أن يضاعف في حالة زيادة 60 ألف نسمة وبالتالي دائما هذا الانعكاس الطبيعي لعدد السكان في البرامان ليكون دائما هذا الرابط المنطقي بين العدد الإجمالي لمجموع أعضاء المجل الشعبي الوطني وبين عدد السكان وفي هذه الأثناء أستاذ ريس يؤدي السيد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة واجبه والانتخابي في هذه الصور التي تأتيكم مباشرة من العاصمة نعم كنا نتحدث أيضا عن التشكيلة الجديدة التي ستفرزها هذه الاتخابات التشريعية أستاذ لوراري بعيد عن كل التكهنات والتوقعات ستنبثق عنها الحكومة كيف يمكن للحكومة الجديدة التي ستنبثق من هذه التشكيلة أن ترفع من الأداء الحكومي وأن تكون حقيقة تحكي استطلعات المواطنين شوف أنا أقول لك دستور في صرف القضية هذه إذا كنا أمام أغلبية برلمانية برنامج هذه الأغلبية الموجودة على مستوى المجلس الشعبي الوطني وإذا كنا في ظل أغلبية الرئاسية وزير أول بحكومة مهمتها إعداد مخطط عمل لضمان تنفيذ برنامج سيد رئيس الجمهورية الذي على أساسه انتخبه صحيح هذه من ناحية المبدئية ولذلك الآن لا أستطيع أن أتكهل حول طبيعة الأغلبية التي ستكون وللصندوق هو الذي يحددها مدام تفقيل كل بلي الانتخابات هي الوسيلة الآن على المباشر والأولوية للمباشر الآن التصريح السيد رئيس مجلس الأمة الآن تفضل مجلس الأمة المترجم للقناة 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 والخارجية ولم يكن الشباب ربما كأدى طيعة للآخرون أو أعداء ديمقراطية ومن يرفضون انتخاب كألية من أليات تداول السلمي على السلطة وهم ربما يثبتون هذه الإرادة القوية وهم يتوجهون بكل قوة نحو نحو سنديق الاقتراع وهذا التوازن المنطقي الذي نلاحظه في كل ربوع الوطن فعنصر الشباب هو العنصر المؤثر وهو العنصر المسيطر في كل مركز اقتراع نعم مذكرت كلمة مهمة أن العنصر المؤثر هو الشباب الذي أثر في هذه القوائم الشباب التي تصدرت والآن كما نتابع في هذه أصور المبوشية التي تصلنا من غردايا عمل المشترك سيد دراري هو الشباب نعيدها ونكررها على باقر منذ البداية منذ الصورة من الصورة التي تندف الشباب اليوم في موعده على عكس الشرعيات السابقة يعني لم نشهدها سابقا لم نشهدها سابقا هذه الظاهرة تنفرد بها الانتخابات الشرعية التي نعيشها اليوم دعني نقول لك هذا ليس غريبا على الشباب الجزائري أرجع للتاريخ الجزائر من الذي قام بثورة النظام واحدة لانتقال وتغيير المطلوب في نضال الحركة الوطنية هم الشباب نعم ترجع المجموعة 22 وغيرها يعني تلقاها كلها شباب ولذلك في الشباب الجزائري كان دائما في الموعد يوم أمس فقط عيشنا مباراة الجزائر تونس رغم أنها يعني مباراة ودية بين أشقة وإخوان جزائرين تونسيين ولكن الشباب الجزائري أثبت جدارته وعاد البسمته والفرحة للشعب الجزائري من خلال فوزه يوم أمس أستسمحك دكتور وفي هذه الأثناء تأتينا الصور مباشرة أيضا من وليت شلف الزميلة فتحية بالعالية التي ترصد لنا عملية انتخابية في هذه الولاية نتابع عملية الاقتراع إذن إقبال للمواطنين منذ الصباحة لأداء واجبهم الانتخابي ويعتبرون هذا العرس التاريخي يعتبرونه فرصة لإحداث التغيير المنشود التغيير المنشود وبناء دولة المؤسسات إذن بهذا المركز إقبال للمواطنين منذ صبيحة اليوم صور تصلنا من شلف في هذه التغطية الشاملة للتلفزيون الجزائري المتواجد في ثمان وخمسين ولاية من الوطن الآن الصور تصلنا على المباشرة من شلف مع فتحية بالعالية وأكرر مرة أخرى هو العامل المشترك هو الشباب الحظة بقوة اليوم في هذه التشريعات ربما هي العودة ليست يعني وكأنه عودة الشباب من جديد بعد تطليقه إن صح التعبير لسياسة سابقة عوزوف سياسي صحيح نعم ميز المراحل السابقة هو عوزوف الشباب السياسي صحيح معروف يعني باعتباره النسبة الأكبر في المجتمع ورغم أنه ويشكله سبعين وخمسة وسبعين في النهاية من مدوعة الشاب الجزير ومع ذلك طلق العامل السياسي وكفر به الآن بعد هذه المعطيات التي تحدثنا عليها الكل بعد الضمانات التي شاهدناها بعد الإعرادة العامة للسلطة على مستوى الدولة بعد الجو العام الذي نرى الشباب يعود بقوة هنا قدك هذا موعد مع التاريخ ليس مبالغة خلينا نستعرض أهم المحطات في تاريخ الجزيرة في الاستقلال بركنا من الذي أحدث النقلة النوعية في دستور 1989 هي حواديث أكتوبر 1988 من قام بهذه الحواديث؟ هم الشباب بعد ذلك نحن نوصل الحراك من الذي وضع حدا للعودة الخامسة؟ هم الشباب ولذلك في الشباب اليوم أيضا يصنعوا هذا التاريخ من خلال عملية الإقبال وهذا يندل على شيئا إنما يدل على مدى واعي هذا الشعب الجزائري على المستوى الثقافي والحضاري الذي وصل له بلغوا هذا الشباب الجزائري على مستوى الثقافي لأن أغلبيةهم هم جامعيون كنا قبلت بعض القوائل مئة في المئة جامعيين وهذا لأول مرة إذا فعنصر الشباب هو عنصر الفاعل في عملية التغيير وها هو يعود من جديد لإحداث هذا التغيير ونتحول إلى أستاذ نتحول إلى باتنا وزميل يونس لكحل أذيب ومجريات العملية الانتخابية هناك صباح الخير صباح الخير مشاهدينا صباح الخير زملائي في الأستوديو في هذا النقل المباشر من ولاية باتنا وتحديدا من مركز صالح نزار وسط مدينة باتنا وهو مركز من بين أربعمائة وخمسون مركزا موزعين عبر واحد وستين بلدية بإقليم الولاية العملية في ساعاتها ودقائقها الأولى لحد الآن هي منظمة محكمة التنظيم جدا خاصة ما تعلق بالبروتوكول الصحي الذي فرضه الوضع الصحي الراهن لتفادي انتشار أكثر لفيروس كورونا كوفيد 19 هو بروتوكول فرضه رؤساء المراكز على الناخبين والناخبات لضمان الحسن السيري الحسني للعملية الانتخابية هي صور طبعا تؤكد وتوضح وعي المجتمع والشباب خاصة بهذا الموعد الانتخابي الهام كاميرا تلفزيون الآن داخل أحد المكاتب أين تقف على اقتراع الناخبين والناخبات أين يتموا الإدلاء في هذه اللحظات بأصوات الناخبين والناخبات الأكيد أننا سنعود للاستوديو المركزي بتدخلات أخرى على المباشر لننقلها للمشاهدين الكريم كل تفاصيل العملية الانتخابية من ولايتي باتنا عود إليكم زملائي متوصلون معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة لتلفزيون الجزائري في هذا اليوم المفتوح نعم وفي هذه بعد هذه الصور التي شاهدناها وهذه التي بثت لنا على المباشر في هذه التغطية الخاصة من قبل الصحفيين المتواجدين عبر التراب الوطنية نقاش كبير تطرقنا إليه من خلال ضيوفنا الكرام سعيدنا بحضوركم معنا في هذا البلاطو شكرا لكم مرة أخرى على تربية الدعوة أذكر فقط كان معنا الأستاذ الدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والأستاذ برشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات وهذا التحليل المفيد شكرا جزيلا لكم مشاهدين متوصلون معكم بازل شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم موسيقى 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 مهما يا بلادي تجرحنا عند الهول نبقى حراس مهما يا بلادي تجرحنا عند الهول نبقى حراس موسيقى 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 للحدث السياسي الذي تشهده البلاد الانتخابات التشريعية نعم فاطمة فرقنا التليفزيونية منتشرة في كل ولايات الوطن والعودة الآن إلى البلاطو مع ضيوفنا مع الأستاذ أحمد ميزاب خبير أمني أهلا بك أستاذ أهلا وسهلا بك ورحب أيضا نعم تفضل نرحب أيضا بالأستاذ كمال دحماني أستاذ في القانون الدستوري مرحبا بك أستاذ وشكرا على تلبية الدعوة أهلا وسهلا مرحبا بكم كذلك على الاستضافة نعم سيد ميزاب شاهدت معنا الفترة الصباحية من الانتخاب يعني كتعليق صح التعبير للفترة هذه الصباحية أعتقد أنه أولا اليوم الجزائر هي تضرب موعد آخر من أيام الجزائر في إطار السير نحو الجزائر الجديدة هذا المشروع الكبير وهذا المشروع كذلك الذي يطمح إليه كل الجزائريين ويعبر كذلك على أمالهم وعلى رغاباتهم وعلى كذلك تطلعاتهم في اعتقادي أنه المتابع للساعات الأولى لبدء عملية الانتخاب والاقتراع يلحظ بأنه هناك أمل كبير جدا لدى المواطن الجزائري لدى الناخب الجزائري وهو يقبل من أجل اختيار من يمثله في المؤسسة التشريعية من أجل التكريس هذه الإرادة فأعتقد بأنه هذه البوادر وهذه المؤشرات هي مؤشرات مطمئنة هي مؤشرات كذلك إيجابية هي مؤشرات كذلك التي تدفعنا نقبول بأننا في الطريق الصحيح بأننا نسير بخطة ثابتة في إطار تحقيق الأهداف في إطار كذلك تحقيق الخطوط العريضة بهذا المشروع المتكامل وأنت تتحدث أستاذ عن هذا المشروع المتكامل نلاحظ أو نشاهد هذه الصور التي تأتينا مباشرة من شراجة نعم بالعاصمة هنا بالعاصمة نعم فربما هذه الصور وغيرها كذلك من الصور التي بثت على قناتكم المحترمة أو حتى كذلك التي لمسناها في طريقنا ونحن متوجهون إليكم هنا نلمس هذا الإقبال نملس كذلك هذا الحضور وخاصة وأن نلمس اليوم أننا كنا تعودنا دائما فئة عمرية معينة هي من تقبل في الساعات الأولى لكن اليوم هناك نوع من الملاحظة الجديدة أو ربما النقطة اللافتة أن هناك عنصر الشباب الذي بدأ يقبل في الساعات الأولى في كثير من النقاط في كثير كذلك من المراكز نلاحظ هذا ونلمس هذا فبالتالي نحن نتحدث على بوادر وعلى كذلك مؤشرات ربما ترفع جرعة الأمل وترفع كذلك جرعة من أجل السير نحو الأمام ومن أجل كذلك أننا نبدأ في التخمين في هندسة وفي كذلك تشكيلة هذا المجلس النيابي الجديد الذي سوف يمثل إرادة الشعب الجزائري والذي سوف يكون كذلك صوت الحال للمواطن الجزائري والذي سوف يكسر تلك الصورة النمطية ليقدم نموذجا جديدا وليقدم كذلك تجربة جديدة بالنسبة للجزائر وبالنسبة كذلك للناخب الجزائري فبالتالي أعتقد بأن الساعات الأولى هي ساعات بمؤشرات إيجابية بكذلك جرعة أمل كبيرة وكذلك هي ساعات تجعلنا نرفع مستوى الطموح ونرفع كذلك مستوى ما نطمح إليه في إطار هذه المؤسسات الشرية مستد مزاب وعلى غرار العاصمة هذه الصور تصل لنا الآن من ولاية باتنا فاطمة نعم هذه الصور ترصد لنا أيضا مواطنون وولاية باتنا يتوجهون إلى صندوق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المؤسسة التشريعية كذلك أيضا الصورة نفسها وذاتها وهي عصر الشباب ويشار لأنه في هذه الصور أيضا رئيس المجلس الدستوري يؤدي واجبه الانتخابي كما تتابعون في هذه الصور التي تأتيكم مباشرة من العاصمة رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش يؤدي واجبه الانتخابي نعم مستمرون معكم مشاهدين في هذه التقطية المباشرة وهذا النقل المباشر الحي من كل ولايات الوطن على غرار العاصمة من التي يؤدي فيها كما تشاهدون على هذه الصور رئيس المجلس الدستوري واجبه الانتخابي صور تأتيكم على المباشر نعم سعيد بث حي يضمنه اليوم تلفزيون الجزائري في هذه التقطية الخاصة إضافة إلى أساتذة ومحللين هنا بالبلاطو نتطرق إلى مواضيع ومحاورة لها علاقة بها الانتخابات التشريعية نربط الاتصال بين الحين والآخر بشبكة مراسلين الصحفيين المتواجدين عبر كامل ولايات الوطن وبعين رجل القانون الأستاذ كمال دحماني قراءتكم لهذه الفترة الصباحية والله حقيقة القراءة القانونية للفترة الصباحية وهذا النظر التي ننظرها المشاهمة ومشاركة الشباب في اختيار ممثليهم قصد لبناء من لبنات التأسيس لدولة المؤسسات عن طريق آلية أساسية المجلس الشعبي الوطني التي تعتبر بحق فضاء يعبر عن الإرادة الشعبية وكذلك عن خيارات هذه المواطنين بمختلف أطيافهم وتوجهتهم هذه المؤسسة الدستورية لإحاطها المؤسس الدستوري بتنظيم قانوني خاص وزودها كذلك ومكن لها من خلال جملة من الصلاحيات جملة من الإختصاصات إن على المستوى القانوني التشريعي أو الوظيفة التشريعية بما ينتظرها من تحديات هي الأخرى للإسهام في بناء دولة المؤسسة عن طريق آليات قانونية أضف إلى ذلك هذه المؤسسة تمارس وظيفة أساسية التي يرتضيها ويبتغيها المواطن هي وظيفة الرقابة على الحكومة هذه الرقابة لتجسد في كثير من الحالات عن طريق عدة آليات ساخة دستور وصاغتها مختلف النصوص القانونية خاصة القوانين العضوية النظمة للعلاقة بين السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو حتى للقانون العضوي النظم للعلاقة بين غرفتين البررامان بحيث حقيقة هو يوم مشهود يؤسس لاختيار الشعب لمؤسسات دستورية وفي هذه الأثناء سيد كمال سيد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري يضع يؤدي واجبه الانتخابي وصورت أتيكم على المباشر من العاصمة بشرة من العاصمة صور ترصد لنا مجريات العملية الانتخابية وفي هذه الأثناء يؤدي رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش واجبه الانتخابي سيد ميزاب كنا نتحدث عن عنصر الشباب الصور التي شاهدناها هل تحكس حقيقة أن الشباب أدرك أن طريق التغيير وطريق تحقيق المطالب يكون عن طريق الصندوق وعن طريق الذهاب بقوة للانتخاب لا يمكن لك أن تبني الفعل الديمقراطي ولا يمكن لك أن تبني دولة المؤسسات ودولة القانون دون ما أن يكون هناك المرور عبر الصندوق فالصندوق هو يمثل صورة وشكل من أشكال الفعل الديمقراطي وما يفرزه الصندوق كذلك هو يشكل شكل من أشكال دولة القانون ودعيني ربما هنا أعود إلى الوراء في ديسمبر 2019 حينما أدى سيادة الرئيس اليمين الدستورية وقدم ورقة الطريق الورقة الطريق تضمنت مجموعة من النقاط وركز أولا على أنه سوف يمد يده إلى الشباب وسيدفع بالشباب إلى الممارسة السياسية والانخراط في الحياة السياسية من خلال شعار أستسلحك فقط والأولوية للمباشر والآن تصريح رئيس المجلس الدستورية سيد كامل للعبور إلى الجمهورية الجديدة لأن النظام الاختراح حاليا يقضى عن النظام القائمة المغلقة التي هي الدتنا للفساد وإذن الله النظام القائمة المفتوحة هو أفضل ديمقراطية من جهها من جهها لا يشمح للمواطن اختيار الشخ لين يكون أحسن تمثيل أحسن تمثيل عكس ما كانت عليه القائمة المغلقة المواطن مرغم باش يختار النهوم ترتبين وتعلمون في المنصب الأولى والثاني والثالثة وبالتأريح نحن نتمنى الشعب ينتخب بقوة باش نروح على كل حال الجمهورية الجديدة لسوه فيها الديمقراطية الحريات الأساسية وحقوق المواطن والإنسان سيدكو أنا رئيس مجلس لكم دور في المستقبل في النتائج يمكن في التذكير ما هي أهم دور المجلس الدستوري في بطبيعة المجلس الدستوري يصهر على نزاهة وشفافية الانتخابات يعلن بعد ما تعنن سلطة المستقبل الانتخابات نتائج موقعتها المجلس الدستوري عنده دور كبير في إعلان النتائج النهائية وكذلك الفصل في الطعون إذا كان فيها طعون أحد تأخذ مدة ولا مدة عشرة أيام عشر أيام عشر أيام عشر أيام أخلقت الحياة السياسية وأخلقت الحياة السياسية هي تنطلق من خلال توفير الضمنات من خلال كذلك توفير المناخ الموائم والمواتي للممارسة السياسية أنه أخلقت الحياة السياسية كذلك في إطار كذلك توفير خطاب سياسي تماشى وتوجهات وتطلعات المواطن الجزائري ويستجيب كذلك لطبيعة التحديات بكل تأخير فبالتالي اليوم نحن أمام هذه المحطة لنؤكد هذا الالتزام ولنؤكد كذلك السير في هذا الطريق أعتقد بأننا كسرنا أحد أهم الحوج وهو انخيرات الشباب في الحياة السياسية وحتى كذلك في العمل السياسي وصحيح الطريق لازال مستمر في إطار هذا العمل لكن بدأنا بوضع الحجرة الأولى والبناء الأولى في تكريس هذا المبدأ اليوم الكرة كذلك هي في مربع الناخب الجزائري وفي مربع كذلك الفاعلين السياسيين في السحة من أجل التكريس والعمل وفق هذه التشريعات ووفق هذه الأطر القانونية أعتقد بأن القانون العضوية للانتخابات كرس توفير الضمانات وتوفير كذلك هذا الجو أعتقد بأنه قبله كان الدستور وكان الدستور كذلك تضمن القواعد الأساسية لتقديم هذه الضمانات ولمنح هذه الجرعات فبالتالي نحن نخطو هذه الخطوات نحو الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة هذا المشروع الكبير علينا أن ندرك جيدا بأنه مشروع كبير هذا المشروع الكبير يحتاج أن يتفاعل فيه الكل ويحتاج كذلك أن يعمل فيه الكل من أجل بناء هذا المشروع لتحقيق الأمال وتحقيق كذلك الطموحات وأعتقد بأن الرهان على عنصر الشباب ليس رهان على حصان خاسر بقدر ما أنه هو رهان على حصان رابح هو رهان كذلك على طاقة حية بالنسبة للجزائر ومقدرات حية كذلك بالنسبة للجزائر الجزائر ليس شعارا سياسيا وليس كذلك للتوظيف السياسي بقدر ما أنه سيكرس من خلال أدوات من خلال قوانين من خلال سياسات من خلال برامج ومن خلال كذلك مشاريع ليتمكن الشباب من أن يتبوأ المكان المنوط به كل في اختصاصه كل في مجاله كل حسب قدراته وأعتقد بأن التجارب كثيرة أبانت لنا بأن شباب الجزائر قادر على صنع المعجزات قادر على صنع كذلك التحول وقادر كذلك على صنع النجاحات بالنسبة للجزائر ورأيناها في الكثير من المحطات في كثير من الأوقات وأخرها في جائحة كوفيد-19 حينما رأينا هبت شبابنا داخل الجامعات داخل المخابر في الجامعات شبابنا النخب في إطار العمل من أجل تقديم يد العون والمساعدة للمجتمع بالتالي أعتقد بأن محطة اليوم هي محطة هامة جدا في تاريخ الجزائر مثلما سميت بفجر التغيير فنحن أمام هذه المحطة الصور تصلنا الآن من وهران ذكرت نقطة هامة جدا هي الضمانات المقدمة ربما هذه الضمانات على غرار نظام القائمة المعمول به حاليا ربما لم تكن هي الحافز من بين الضمانات الأخرى الحافز الأكبر الذي دفع الشباب ربما للانتخاب حقيقة هي هندسة الممارسة السياسية والاستقطاب إن صح التعبير السياسي للشباب ولمختلف الفاعلين في الممارسة السياسية والذهاب للصندوق مر عبر عدة آليات وعدة مراحل ولعل نواة لأدت إلى هذا التحول هو الحراك المبارك وما أفرزه من احتواء ذلك الحراك من طرف الفاعلين وعلى رأسهم السيد الرئيس الجمهورية احتوى هذا الحراك واستجاب لمختلف التطلعات والمطالب التي كان ينادي بها الشباب ولعل أهمها جملة التغييرات والتعديلات التي مست القوانين المفصلية ذات العلاقة المباشرة بالممارسة السياسية ابتداء بالنصوص الدستورية ذات صلة أين فتح المجال نعم أستاذ ونحن نتحدث وهذه الصور تأتينا مباشرة من سعيدة ومشاركة مشاركة نسوية أيضا إلى جانب الشباب في هذه التشيعيات أيضا نتحدث عن النساء وبما أننا نتحدث عن القانون وضمنات الجديدة هناك أيضا مبدأ المنصف الذي أتى به القانون وقانون الانتخابات الجديد أستاذ والله حقيقة وكأن عندما أرى هذه الصور هي تعبير وإنعكاس مباشر كقانوني للنصوص القانونية والتوجهات العامة لتبناها المؤسس أو حتى المشرع في العملية السياسية هندسة العملية السياسية ككل في القراءة الأساسية المبادئ التي قامت عليها النصوص ذات صلة بالانتخابات ابتداء دعم ومشاركة الشباب في العمل السياسي وكذلك دعم النساء كذلك عن طريق مبدأ المنصفة وعن طريق اجتمال القوائم الانتخابية على عنصر النساء والجزائر اليوم حقيقة في حاجة إلى جميع سواعد أبنائها من مختلف الأصناف مختلف الأطياف مختلف التوجهات كي تحتويهم كي يساهموا في البناء والتأسيس لدولة المؤسسات لدولة جزائرية قوية يرتضيها ويأمل ويطمح جميع مواطني الدولة للارتقاء نحو الفكرة والمشروع التي تجسد في كثير من المحطات وهو مشروع الجزائر الجديدة التي نتمنى من خلاله أن تكون جزائر قوية بمؤسساتها بشبابها بجميع الفاعلين نعم ونشاهد الآن هذه الصور من ولاية بثنة التي تعرف إقبالا صور رصدتها وترصدها لنا فرقنا التلفزيونية المتواجدة هناك على غرار كل ولايات الوطن أستاذ ميزاب ربما أليس الجديد هذه المرة حتى الحملات كانت على مواقع التواصل الاجتماعي ألم تكن حافزا للشباب ربما شوف هو أولا صحيح الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك طريقة التسويق للبرامج والحملات الخبية خاصة بالنسبة للشباب المترشح كان نقطة جيدة ونقطة كذلك مهمة في استقطاب أولا الناخب وفي كذلك استهواء الناخب حتى يحاول أن يتقرب وينظر عن قرب لهذه البرامج لهذه كذلك التوجهات التي يقدمها المترشحون فبالتالي نحن نتكلم اليوم على أننا اعتمدنا على أكثر من قناة وعلى أكثر من وسيلة وعلى أكثر كذلك من أدات في إطار التسويق للمشروع الانتخابي وللبرنامج كذلك الانتخابي باعتبار أنه غالبية كذلك المترشحين هم من عنصر الشباب وهذا كذلك مهم وعامل مهم في استقطاب الشباب من ناحية وفيه كذلك ابتكار أدوات جديدة وأليات جديدة من أجل التسويق للبرامج الانتخابية القيام بالعمل الجواري سواء كان عبر الفضاء التواصل الاجتماعي أو حتى كذلك عن طريق العمل الميداني ومن خلالها فبتالي رأينا أن أدوات جديدة قد تكون غير مكلفة من ناحية مقارنة باستحقاقات سابقة وهذه الصور الأولى تصلنا من وليت ميلا مقارنة باستحقاقات سابقة سأتيكم مباشرة من ميلا ومع العملية الانتخابية وإقبال المواطنين على اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني سأتيكم مجلس الشعبي الوطني ترجمة نانسي قنقر ينتخبون وخيرهم أحرار نحن نرى المواطن حر لا أساس أنهم الانتخابات تكون ناجحة الحمد لله اليوم رانا في الانتخابات البرلمانية لتعيين ممثلي الشعب وذلك لتقويم المؤسسات الدستورية برمبتها إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التقطية المباشرة للتلفزيون الجزائري في هذا اليوم المفتوح لتغطية مجرايات العملية الانتخابية لانتخابات التشريعية السيد أحمد ميزاب شهدنا هذه التصريحات للمواطنين وكأنه يقين أن الحل هذه المرة وفي صندوق الاقتراع خلينا نقول حاجة أنه اليوم الناخب الجزائري حينما يتوجه إلى صندوق الاقتراع وهذه الصور التي نشاهدهم وهذه التصريحات التي اندلت تدل على روح المسئولية وعلى روح كذلك الوعي والإدراك بأهمية المرحلة وبأهمية كذلك هذا الاستحقاق أن المواطن الجزائري لا يتوجه فقط من أجل تقديم صوت بقدر ما أنه كذلك يوجه رسالة بأنه يدرك جيدا ما هو طريق التغيير وكيف كذلك يحقق هذا التغيير هذا من ناحية من ناحية ثانية كذلك بأنه يدرك جيدا بأنه عبر هذه القنوات وعبر كذلك هذه الاستحقاقات يصنع الأمل ويصنع كذلك هذا الطموح الذي يأمل إليه فبالتالي المواطن الجزائري يدرك جيدا بأن المؤسسة التشريعية مؤسسة هامة مؤسسة كذلك استراتيجية سوف تعبر هذه المؤسسة على توجهاته وعلى طموحاته وعلى كذلك أمله وهي التي سوف تسن القوانين وسوف كذلك تعمل في إطار التحديات الكبرى التي ترفعها الجزائر وفي إطار الرهانات كذلك الكبرى التي تراهن عليها الجزائر فبالتالي اليوم نحن نتحدث على مواطن وعي على مواطن كذلك مدرك وعلى مواطن يدرك جيدا في أي سياق هو يتواجد وما هي المسؤولية الملقاة عليه وبأنه صوته هو حق وواجب وبأنه كذلك محمي بموجب القانون فبالتالي أعتقد بأن هذه الصور هي مجموعة من الرسائل القوية التي يكرسها المواطن الجزائري ويؤكد عليها كذلك المواطن الجزائري ويحقق من خلالها كذلك تحقيق التوجهات الكبرى التي يسعى إليها الجميع بأننا كلنا متفقون على أن الجزائر يبنيها أبنائها بكل توجهاتهم بمختلف كذلك مواقعهم وبأن كذلك الجزائر التي تطمح نحو التغيير والتي تسير في إطار تكريز هذا التغيير هو يتم عن طريق احترام المواعيد والاستحقاقات وكذلك إدراك ما هو لنا وما هو علينا حتى نستطيع أن نصل إلى التحقيق هذه النتائج لأن اليوم نحن نحمل أمانة جميعنا نحمل أمانة لأجل الأجيال القادمة وبالتالي المواطن الجزائر يدرك حجم وأهمية هذه الأمانة لأنه لا ننسى بأننا نتحدث مع أحفاظ الشهداء من أعطوا حياتهم لأجل أن تحيي الجزائر حرة ومستقلة نعم الصوت يعني أمانة صوت المواطن أمانة يضعها بين أيدي النائب البرلماني الجديد الذي سيذهب إلى البرلمان وينقل صوت المواطن وينقل مشاغله ومشاكله الإطارات التي يمكن أن تكون محددة قانونيا في المؤسسة التشريعية نقطة مهمة أيضا أتى بها الدستور الجديد وهي الحصانة البرلمانية التي كان عليها حديث كبير يعني اليوم الحصانة البرلمانية محددة يعني ستنهي تلك الممارسات السابقة بطبيعة الحال لما نتكلم على النائب البرلماني نتكلم على أنه هذا يعني يتحمل مسؤولية رفع انشغالات المواطن على مستوى السلطات العلية في الدولة وعلى مستوى يعني الحكومة كذلك تبليغ طموحاته وبتالي هذه العملية هي مسؤولية كبيرة ونقدر نصفها لأنها تكليف وليست تشريف وهذا التكليف لابد له من آليات قصدة الوصول إلى الأهداف المرجوة وقصدة يعني مسايرت هذه التصورات التي يجب أن يلبها النائب وبالتالي الحصانة هي آلية قانونية مصاحبة للبرلماني من أجل القيام بوظيفته التمثيلية والتشريعية فقط والحصر هنا حصر في الوظيفة النيابية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج أو استعمال هذه المزية أو هذه الحصانة خارج الأطر الوظيفية التي رسمها المؤسس الدستوري وبالتالي ممارسة الحصانة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوظيفة النيابية نعم مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة والآن ننقل لكم هذا البث مع رضا تيبرماسين من بسكرا نعم بالفعل هي الأجواء نفسها تقريبا تتكرر هنا في بسكرا ونحن متواجدون على مستوى المركز الانتخابي ومتوسطة يوسف العموذي بقلب مدينة بسكرا الهيئة الناخبة البسكرية والتي فقط اعدادها الأربعمائة ألف ناخب هي مدعوة لتصويت على فرسان هذه التشريعيات قلت مدعوة عبر أزيد من مائتي وعشر مراكز الأجواء الصورة تترجمها حرفيا أين يتوافد المواطنون منذ صباحة اليوم على مختلف المكاتب ومراكز تصويت عبر بسكرا ومختلف بلديتها ودوائرها ترجمة نانسي قنقر 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 ومشاهدنا الكرام في قادم الإرسالات وفي قادم التدخلات بخصوص هذا اليوم أليكم الخط نعم متواصلنا معكم مشاهدنا الكرام في هذه التغطية الخاصة ونفس الصور من بسكرا دائما والأجواء الانتخابية بولاية بسكرا هذه الصور التي تصلنا على المباشر من ولاية بسكرا لسير العملية الانتخابية نعم نتابع سعيد هذه الصور التي تأتينا من ولاية بسكرا ترصد لنا العملية الانتخابية على غرار باقي ولايات الوطن التي انطلقت بها العملية الانتخابية في أجواء محكمة تنظيمية وصحية محكمة نعم والمميزة هذه المرة هي التأقلم نعم التأقلم مع جائحة كورونا فاطمة نعم سعيد كما نشاهد في هذه الصور التقيد بالبروتوكول الصحي والمشاركة كما ذكرنا منذ بداية منطلق العملية الانتخابية مشاركة قوية للشباب أيضا في ولاية بسكرا كما تتابعون في هذه الصور الشباب حاضر بقوة في هذه العملية الانتخابية إدراكا منه أن التغيير لن يكون إلا عن طريق السبل القانونية وعن طريق الصندوق ترجمة نانسي قوية للشباب 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 هنا بالبلاتو كنا نتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي الحصانة البرلمانية تفضل أستاذ حقيقة إضافة إلى ما سبق أقول أن حصانة البرلماني بالأساس وفي أصلها هي كفاته هي مدى التزام القانوني بذلك الميثاق الذي من خلاله يختار اليوم الشاب أو الشابة أو المواطن الجزائري هذا النائب يكون في مستوى تلك الأمانة يكون يتميز كذلك بالكفاءة في حمل انشغالات هذا المواطن كذلك يكون متمتع بحسه الوطني العالي جدا في أداء وظيفته النيابية هذه كلها تؤسس للحصانة ضيف إلى ذلك أن المشرع الجزائري قد مكنه هذه صورة من صور التمكين للنائب من أجل ممارسة وظيفته عن طريق هذه الحصانة المرتبطة ارتباطا وثيقا كما سلف وأن ذكرت بالممارسة النيابية يعني داخل قبة البرلمان أو أثناء ممارسته لوظيفته النيابية خارج البرلمان في إطار علاقاته المتعددة سواء مع السلطات المركزية في الدولة على مستوى الوزارات بمختلف توجهتها أو على مستوى المحلي كذلك من أجل طرق أبواب يعني الجماعات المحلية من أجل تذليل الصعب على هذا المواطن الذي حقيقة أول ما يجد يجد هذه المؤسسات المحلية أستسمحك فقط هذه الصور التي تسلنا مباشرة من بن عباس الحضور النسوي أيضا قوي كما ذكرنا سعيد شيئان يميزان هذه الانتخابة اليوم والحضور القوي للشباب والنساء أستاذ ميزابي ربما العامل المشاركة كما ذكرت فاطمة أنه الشباب والنساء في كل مرة وصور تعبر عن ذلك صحيح وربما أضيف عامل ثالث وهي بن عباس هي من الولايات المستحدثة فبالتالي نحن نتكلم على التفاعل كبير أولا لأنه لما نتكلم على ولايات المستحدثة فبالتالي نحن نتكلم على هيكلة بكاملها وعلى كذلك تجنيد قدرات بكاملها وعلى كذلك تعبئة بمستوى عالفة فبالتالي نحن ندرك جيدا بأن كل ربوع الجزائر تتفاعل وهذا الموعد الحاسم وهذا الموعد كذلك ألهام بأن كل فئات أبناء المجتمع كذلك تطمح إلى هذا الاستحقاق وإلى ما سوف ينتجه هذا الاستحقاق بأنه اليوم نحن نتكلم على تفاعل مع مشروع وطني كبير وعلى كذلك مصار للتغيير الذي يسبو إليه الجميع فبالتالي نرى بأن كل أطياف المجتمع تتفاعل سواء كان شباب سواء كان عنصر نسوي سواء كان كذلك هياكل جديدة تستقبل الناخبين فبالتالي نحن نتحدث على أن الكل مجند في هذه الأثناء أستسمحك فقط رئيس السيد الفريق سعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤدي واجبه الانتخابي في هذه الصور مباشرة كما تتابعون مشاهدين الكرام كما تتابعون مشاهدين الكرام في هذه الصور التي تأتيكم مباشرة من العاصمة تتابعون رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق سعيد شنغريح وهو يؤدي واجبه الانتخابي إذن نقل مباشر في هذه الأثناء للسيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو يؤدي واجبه الانتخابي هنا بالعاصمة إذن التغطية مستمرة وعلى المباشر كما تشاهدون مشاهدين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريح يؤدي واجبه الانتخابي في هذه الأثناء بالفعل سعيد متواصلون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحصرية والخاصة للانتخابات التشريعية نقل حي مباشر من جميع ولايات الوطن لمختلف مجريات العملية الانتخابية وفي هذه الأثناء تتابعون مشاهدين الكرام السيد الفريق سعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو يؤدي واجبه الانتخابي تغطيتنا مستمرة وعلى المباشر منذ صباح اليوم لعملية الانتخابية من عدة ولايات الوطن وعلى المباشر والآن في الصورة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريح يؤدي واجبه الانتخابي هنا بالعاصمة شكرا للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر نعم ونحن نتابع في هذه الأثناء الصور التي تأتيكم مباشرة من العاصمة السيد الفريق السعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو يؤدي واجبه الانتخابي نتواصل معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة والحصرية التي نتابع من خلالها ونواكب مجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها نعم على المباشر كان لنا نقل من كل ولايات الوطن التلفزيون الجزائري يضمن تغطية شاملة من 58 ولاية حصريا عبر الوطن في هذا النقل المباشر منذ صباح اليوم والآن هذه الصور المباشرة فاطمة نعم ربما يمكننا مواصلة النقاش مع الأساتذة الحضرين هنا معنا بهذا البلاتو أستاذ ميزاد ربما كيف يمكن أن نصف أن نتمسك بالمسار الديمقراطي والمسار القانوني للوقوف في ظل كل هذه التحديات التي تمر بها سواء البلاد أو سواء العالم يعني التحديات راهنة للدول يجب أن تكون هناك التمسك بالمسار الديمقراطي لمواجهة هذه التحديات خليني أقول لك أولا حتى نستوعب جيدا أهمية الالتزام بالمسار الديمقراطي علينا أولا أن نقرأ الإحداث سواء كان إقليمية كانت أو حتى كذلك دولية أن نستوعب جيدا أهمية إفرازات المتغيرات الحاصلة في السحة الدولية خاصة في النظام الدولي ونأخذ كذلك بعديد من التجارب وبعديد كذلك من المراهرات حتى ندرك جيدا بأن المسار الحقيقي والآمن هو المسار الدستوري هو المسار الذي يحترم الآليات والأدوات الديمقراطية التي تمكن من أولا من حرية التعبير وتحافظ كذلك على فاعلية ودور المؤسسات وتستجيب كذلك لرقبات المؤسسات يؤدي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة واجبه الانتخاب والصور على المباشر للتلفزيون الجزائري نعم نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من العاصمة السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤدي واجبه الانتخابي تغطية مستمرة مباشرة بث حي من كل ولايات الوطن نرصد من خلالها كل مجريات العملية الانتخابية نواكب من خلالها الحدث السياسي والموعد السياسي الكبير الذي تشهده البلاد اليوم وذلك في مصار بناء مؤسسات الدولة وتجديد أيضا المؤسسة التشريعية نعم تغطيتنا مستمرة مشاهدين في كل ولايات الوطن ولنا حديث كنا تحدثنا منذ قليل استاذ ميزاب يعني التحديات الأمنية التي تحاطو بالجزائر والعملية الديمقراطية تهدوها إلى جملة من الاعتبارات ابتداء الإرادة السياسية أن الشاب لمس أن هناك وهذه الصور نعم تفضل من تقورت تصلنا الآن من ولاية تقورت الولاية المستحدة مؤخرا نعم الشباب لمس إرادة سياسية في الأخذ برأيه وكذلك احتواء جميع تطلعاته ضج إلى ذلك التحول القانون الأساسي اللي عرفه نظام الانتخابات سواء عن طريق الانتخاب عن طريق القائمة المفتوحة بتصويت تفضيلي وهذا نوع لما طبيعة هذا الانتخاب في حد ذاتها شكل تحافظ للشباب للمشاركة لأنه راح يختار الشخص الذي يرتضيه وقد ممكن يكون قد أقنعه بمشروعه أو بفكره أو بتوجهاته العامة فالشاب اليوم راح يختار الشخص ولا يختار القائمة الممارسة السابقة في العملية الانتخابية كانت تقوم بالأساس على اختيار قائمة وكأن الحزب يجبير أو يختار من يمثل الشاب في البرلمان لذلك الشاب كان في عزوف عن المشاركة ضيف إلى ذلك الحضور القاوي والذي نتكلم عليه بالأساس السلطة المستقلة للانتخابات كانوا عن من الحياد في تنظيم العملية الانتخابية أعطى مؤشر للنزاهة مؤشر لشفافية مؤشر كذلك للمشاركة وبالتالي هذه المعطاية كلها خلت الصور اللي نشوفها اليوم أكبر معبر عن حال ومشاركة الشباب في هذه الانتخابات المصيرية ضيف إلى ذلك مسألة لا بد من الوقوف عندها الفكرة اللي كان يحملها الشاب والمواطن الجزائري الفكرة السلبية أقول عن واقع وحال وممارسة البرلمان خاصة نتكلمه على المجلد الشعبي الوطني فكر أو ممارسة تقوم على الفساد ممارسة تقوم على اللا تمثيل أي لا تمثل إرادة الشباب كل هذه المحطيات خلت الشباب اليوم في الصور اللي نشوفها يذهب ويشارك ويقول أنا أساهم بصوتي في بناء دولة المؤسسات عن طريق هذه البناء اللي هي المجلد الشعبي الوطني ربما سعيد إن سمحت لي فقط نطلب من الأستاذ بأنك أستاذ في القانون هناك من لم يذهب بعد إلى صندق الاقتراع ويريد ربما التعرف على عملية الاقتراع بما أنها عملية التصويت عملية جديدة باختصار شديد كيف يمكن للمترشح أن يختار القائمة عندما يدخل في الخلوة الانتخابية نعم هي عملية انتخابية عملية تقنية بحتة التعديل والتغيير هذا اللي جرى اليوم في الانتخابات هو أن المترشح لما يقوم بالدخول إلى مكتب التصويت راح يرفع جميع القائم الموجودة ثم يرفع الظرف ويذهب إلى خلف السيطار من أجل أو العاسل من أجل اختيار قائمة من القائم ويضعها في الغلف إما عن طريق اختيار القائمة ككل أو عن طريق التأشير على يعني مترشح من المترشحين الذي أقنعه ضمن القائمة نعم ضمن القائمة عن طريق التأشير بالقالم على شخص من أشخاص القائمة ويودع هذه القائمة داخل الظرف ثم يضعها في السندوق إلى ذلك يمكن كذلك أن يختار القائمة ككل وهذا القائمة الاختيار الكامل للقائمة راح يحسب صوت لكل عضو أو مترشح من مترشح القائمة هذا فيما يتعلق العملية التقنية لسير عملية التصويت يعني تكون المنتخب لا يستطيع أن يختار أكثر من قائمة نعم قائمة واحدة فقط وفي القائمة له خيارا إما أن يختار القائمة مباشرة ويضعها في الظرف إما أن يؤشر على يعني مترشح من المترشحين والذي أقنعه برنامجه الانتخابي من خلال الحملة ويختار المترشح الذي يختاره لكي يمثله في قبة البرنامج ربما أستاذ ميزاب أليست هذا النظام الجديد لانتقاء إن صح التعبير هو رادع للفساد حتى أنه لما تكون القائمة أنت تختار واحد من ضمن هذه القائمة وخليني يكرس مبدأ تكافؤ الفورص هنا لأنه شفنا في وقت سابق أنك تختار ربما على أساس القائمة بالتالي أنت ترهن حضوظ الكفاءات أو ربما مترشحين لهم من القدرة على أن يكون صوت حقيقي لإرادة المواطن لما يكون في اعتماد هذا النهج الجديد أو هذا المعيار الجديد في عملية الاختيار سوف يمنح الفورص أولا للكفاءات لكي تتبوأ موقعها ولتتبوأ كذلك مكانها بالشكل الذي تستطيع أن تكون قيما مضافة داخل المجلس الشعبي الوطني وفي اعتقادي بأن هذا في حذته نقطة تحول مهمة جدا سوف تفتح المجال أولا لمنح الحضوظ والفرص لكل من له قدرة ومن يحمل حقيقة برنامج ومن يحمل كذلك إمكانات من أجل أن يكون ممثلا حقيقيا للشعب وبالتالي نكسر تلك الصور النمطية التي كنا نشاهدها في وقت سابق فبالتالي اليوم نحن نتحدث على أننا نتوجه إلى برلمان تمثيلي حقيقي لإرادة المواطن الجزائري ولا ننسى حتى أنه اليوم حينما ننظر إلى طبيعة المترشحين نجد بأنه من مختلف فئات المجتمع سواء كان أكاديميين إعلاميين إطارات كفاءات من مختلف الفئات هي متواجدة وهذا يعطينا الطابع بأنه لنا اليوم نحن كناخبين فرصة في اختيار من يستطيع أن يكون صوتا حقيقيا للمواطن ومن يستطيع حقيقة أن يقدم القيمة المضافة ومن يستطيع أن يكون صانعا للتشريعات التي تستجيب للتحديات التي تعرفها الجزال فبالتالي أعتقد بأن هذا الميكانيزم الجديد هو ميكانيزم فاعل هو ميكانيزم محفز وهو عنصر مهم جدا قد يدفع بالنخب أن يتوجه لإدلاء بصوته وليختار من يمثله بالشكل الحقيقي وبالتالي نحن نسير في هذا السياق لنقول بأننا أمام تجربة جديدة هذه التجربة سوف تكون نقطة تحول وسوف تكون كذلك منبرا حقيقيا نستقر من خلاله مستقبل الجزائر نستقر من خلاله كذلك نحن نتحول العديسور مباشرة في هذه الأثناء يصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد ثبون إلى مركز الاقتراع للإدلاء بواجبه الانتخابي المترجم للإدلاء بواجبه الانتخابي يجب أن تكون ت variations بالإدلاء بواجبه الانتخابي بواجبه الانتخابي المترجم للقناة 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 المترجم 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 لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم لك من ينتخبهم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم لك المترجم للقناة 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 مهما كان الحال الذي يصوت سوف أدى الواجب نتاعه آخر رسال خير عبدالقادر خربوش مراسل العربية والحدث سيد الرئيس فقط في حال ما إذا نتائج الانتخابات لم تفرز عن أغلبية فرلمانية شكل الحكومة القادمة كيف سنتوقع هل ستكون حكومة تكنقراطية تعتمدون فيها على كفاءة من خارج التيرات السياسية المشاركة أم سيتم إشراك هذه الأحزاب المشاركة والمستقلين أيضا والدستوري جاوب على سؤالتك فيه الاحتمالين احتمال أن الانتخابات تفرز أغلبية معارضة وفيه احتمال ثاني أنها تفرز أغلبية مولية لبرنامج الرئيس وفي كلتا الحالتين فيه قرار نخذه إن شاء الله يتمشى مع الديمقراطية الحق السلام عليكم واش من جريدة نعم سيادتي تركيا راحي مساء الخير سيادة رايس هناك بعض الأطراف في الجزائر وليس بالضرورة أطراف معارضة دعتكم لتأجيل هذه الانتخابات وقالت أن الظروف غير مواتية لماذا تمسكتم وما هي الضمانات لإنجاح هذا الانتخاب؟ أولا فيهن أناس يعني يفرضوا إملاءات بدون ما نعرف يمثلوا من ما يقدرش إنسان شخص ولا شخصين ولا مجموعة تفرض إملاءات من يتطبق على شعب كامل شعب تاع 45 مليون جزائري وجزيرية إذن يقوله لما يقولش هو شقوله هو حر بشي صرح بشي اللي حب أما الشعب كان حاب الانتخابات ورمشة الانتخابات وفيه إقبال بالنسبة للانتخابات والحمد لله شكر لكم الحضور مرة أخرى شكراً سلاحيت شكراً 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 إذن مشاهدين مستمرون معكم في هذه التقضية شاهدتم على المباشر انتخاب رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد التبون وقد أجاب على أسئلة بارد مباشرة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي في هذه الصور يؤدي واجبه والانتخابي كنا نتحدث قبل قليل سعيد عن هذه الندوة الصحفية التلقائية التي أداها أو التي أجاب من خلالها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد التبون عن أسئلة الصحفيين الصحافة الوطنية والصحافة الدولية حاضرة بقوة في هذا الحدث السياسي رئيس الجمهورية أكد وقال أننا على الطريق الصحيح بالرغم من كل المخططات العدائية وتلك الهجمات التي الأطراف التي لا تريد للجزائر أن تدخل إلى الديمقراطية من بابها الواسع رئيس الجمهورية أعرب أيضا عن ارتياحه الكبير لإقبال المواطنين على صندوق الاقتراع ورئيس الجمهورية أجاب أيضا عن جملة من تساؤلات وأسئلة الصحفيين خاصة الصحافة الدولية وفي هذه الصور مشاهدنا الكرام نتابع مباشرة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إذا كان حاب يختار في الداخل القائمة يعمل الإعلامات لو كذلك يمكنك أن دعوهم طبقوا وتعطوا القائمة لبناء درس المواطنين ولا تحضر من قابل خلي كن في الحقيقة يعني لا لا ننصح بعض نظام من المفروض نتكلموا البرة خلطا ما لازمش يكون اتظار داخل مكتب التصويت إذا سامحتوا نتكلموا البرة إذن مشاهدنا الكراف هذه التغطية المتواصلة معكم للانتخابات التشريعية لم أسأل نعرج سيد ميزاب على تلك النقاط التي وردت في تصريحات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في إجابتي عن أسئلة الصحفيين رئيس الجمهورية قال أن اليوم هي اللبنة الثانية بعد الاستفتاء الدستوري اللبنة الثانية يضعها أو تضعها الجزائر في إطار بناء مؤسسات الدولة وكشف عن قرب الانتخابات البلدية والولائية التي قال أنها ستكون عن قريب إن شاء الله رئيس الجمهورية قال أننا إننا على الطريق الصحيح رغم كل تلك المخططات العدائية والهجمات من أطراف لا تريد للجزائر أن تدخل إلى الديمقراطية من بابها الواسع سيد ميزاب بكل تأكيد نحن على الطريق الصحيح في إطار أننا نحترم الأجال ونحترم كذلك مواعيد الاستحقاقات وأننا نسير كذلك في إطار تكريس إرادة الشعب ولقد أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى بأنه يستجيب لإرادة الشعب حينما قال نحن كرسنا مبدأ سبعة من الدستور واليوم نحن نكرس المدى الثامنة من الدستور فبالتالي هو يوجه رسالته للمواطن الجزائري بأنني أعمل على ورقة طريق واضحة المعالم وملتزم بكل الالتزامات التي رافعت لأجلها سواء كان خلال الحمل الانتخابي الرئاسية أو حتى كذلك من خلال عديد الرسائل والخطابات التي وجهها سيادة الرئيس للأمة من ناحية الثانية ندرك جيدا بأننا في الطريق الصحيح أمام من كان يحاول أن يدخلنا في نفق مظلم وكان يحاول أن يدخلنا في سياقات نحن في غينا عنها قد تبعدنا تماما على السياق المنطقي والطبيعي في إطار تكريس مبدأ الديمقراطية وأننا كذلك في الطريق الصحيح مدام أننا نستجيب لصوت المواطن ونجعل الناخب الجزائري هو من يحدد مصيره هذا من ناحية من ناحية أخرى كذلك الرئيس أكد كذلك على أننا ندرك جيدا بأن هناك مخططات تستهدف الجزائر أن هناك محاولات لتحويل مصار الجزائر من مصار البناء إلى مصار الدخول في نفق مظلم لا ندرك جيدا ماذا يحمل لنا هذا النفق وبالتالي اليوم نحن نسير في إطار تكريس مبدأ سيادة المؤسسات ومبدأ كذلك سيادة الشعب الجزائري الذي يختار أي مؤسسات تعبر عن إرادته وعن قناعته الشيء الآخر كذلك ونحن نتحدث على رئيس مواطن أقرب لصوت المواطن لأنه كل ما تحدث أكد بأنه يستمع جيدا لتصورات الشارع ويعبر من خلالها من خلال قرارات وإجراءات وكذلك مصارات سياسية بأنه اليوم الصوت للمواطن الجزائري ولا يفرض على أي أحد أي مصار يختار أو أي توجه يتجه إليه بدليل حينما نتابع عملية إجراء سيطر الرئيس لإدلاء بصوته نجد بأنه أخذ الوقت الكافي في اختياره وفي ممارسة حقه وواجبه الانتخابي النقطة كذلك الأهم وهو الذي أكد من خلالها بأنه الخيار للشعب والصوت كذلك هو للشعب الجزائري ربما كذلك نقطة مهمة جدا سيد ميضاء قبل انتقال هذه النقطة ننتقل الآن إلى ولاية برج باجي مختار وهذه على المباشر ومعنا وهيبا مزج وهذا النقل المباشر من هناك لمجريات طبعا العملية الانتخابية برج باجي مختار نعم من برج باجي مختار تأتينا هذه الصور ترصد أجواء العملية الانتخابية بهذه الولاية بجنوبنا الكبير نعود فقط إلى النقاط التي تطرق إليها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبو ترجمة نانسي قنقر إذن تحية طيبة لكم وتحية طيبة لمشاهدين الكرام كما تشاهدون على المباشر نحن بمركز الاقتراح بابتدائية الشهيد باجي مختار بالولاية الجديدة برج باجي مختار كما تشاهدون على المباشر توافد الناخبين على مكاتب الاقتراح لاختيار من سيمثلهم تحت قبة البرلمان إذن لا بأس أن نسألها بعض المواطنين سيدي من فضلك سيدي 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 سلام وعليكم وعليكم سلام انتخبت انتخبت اديت واجبي الوطني نعم نحن على المباشر مع التلفزيون مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك تفضل سيدي نعم اليوم اديت صوتي الانتخابي وطموحي ان شاء الله للتغيير أنا هذا العبد الإيراني يرتفع تقن تاعي باش يمتلني في البرلمان ماذا بي ما يمتلنيش غيرهاك نعم ينقل بعض الانشغالات انتاعي أنا كمواطن من برج باجي مختار اقصى الجنوب اخر نقطة في الجنوب وان شاء الله ينقل انشغالاتنا للرئيس ان شاء الله شكرا سيدي شكرا شكرا لبأس ان نسأل ايضا اذا امكن اذا معي سيدتي جيت هنا بشتصوتي الله الا فرحان حق فرحان حق به اني ييتون تنائي والله وعاجبني 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 وباقيت والله ينصركم ان شاء الله عليه ويجعلوا بالخير ان شاء الله ويجعلوا معاودة ان شاء الله كامل اذا هذا كل ما لدينا في هذه الساعة اخبار اخرى سنوافقكم بها نعم متواصلون من حيث سلوكة الفردية او من حيث التعامل داخل الساحة السياسية وداخل البرلمان حتى يكون يعني الاحترام بينهم والمناقشة الايجابية بينهم تخلينا انطمئنوا ان شاء الله بالقوانين التي ستصدر ان شاء الله عن البرلمان الجديد نتمنى النجاح بكل متنفسين نتمنى ايضا التوفيق في اختيار الشعب يختارونا ان شاء الله الاصلح يختارونا ان شاء الله الذي يفكر في الجزائر قبل ان يفكر في من صوت عليه وقبل ان يفكر في نفسه ان شاء الله هذه الامور كلها باذن الله وبجهودكم جميعا كصحفيين اقولها او كررها امام الله انتم كم شركة في الامانة انتم شركة في الامانة رجال الاعلام والنساء الاعلام شركة في الحفاظ على الامانة والله هو اللي يتوفيق وان شاء الله تحية الجزائر تحية الجزائر وتحية الجزائر امامكم تحية الجزائر تطول تحية جزائر تحية الجزائر لا يمكننا اتركًا تعيش تحية الجزائر اطلاع تHuh اطلاع عبتاذ تحية الحافظ سيكون اكثر soulophobia يعجية الفاني تعيد تعطي تع Lin تعيد مع شركة ها 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 وفي أعبارة التعليقاتي، مرتفع للتعليقاتي، ويقفت بشكل مهم، ويطنع أعبارة التعليقاتي، ويقفة لتعليقات المعارضة لتعليقاتي، ويقفت بشكل مهم، لا أعاس تقولي في سنينة لم يكن هم موجودة، ولكن نهاية من أخرى ومووجودة أصنعي وليس كنت أنه من لديم الإرض من الالجهية في الآجارة التي ننفت لنا لنا بذلك وذلك لنا ننفت لنا ومنه أعيش والبليات التي سiauتمون بنهاسية كذلك التي سنعزني سننفت بلد ترجمة نانسي قنقر 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 نعود إلى تصريحات رئيس الجمهورية تقوم على بناء دولة المؤسسات القائمة على احترام خيارات هذا الشعب وكذلك على حر احترام جميع أطيف الشعب حتى الناس لاتقاطع في العملية الانتقابية يحترم رأيها وشجع على مساهمة الشباب في بناء دولة المؤسسات وكذلك ينم خطاب سيد رئيس الجمهورية على احترام تعهداته بإعادة سيادة للشعب ولا بديل عن إعادة سيادة للشعب إلا عن طريق هذه الصناديق التي يعبر من خلالها صراحة الشعب عن خياراته وتوجهته كما يعني ينص عليه الدستور ضف إلى ذلك أنه الخطاب نوعا ما تطميني كونه أنه يتكلم على أنه خيارات الشعب هي محترمة وكذلك رئيس الجمهورية شارك مثله مثل المواطن العادي في اختيار ممثل له على مستوى قبة هذه الصور وصلتنا مباشرة من السعيدة ونلاحظ أنه إقبال ما يزال متواصلا سواء للشباب أو الفئات الأخرى تفضل سيد دحمان حقيقة ونحن كذلك في نفس السياق اشتقنا إلى أن رئيس الجمهورية يشارك بصوته ويعطي دلالة على المشاركة ويمكن يكون كحافز لمشاركة المواطن والشاب في اختيار ممثله على مستوى قبة البرامات وكذلك على تحديات التي تواجه الجزائر فالمشاركة عن طريق الانتخاب في بناء دولة المؤسسات هو ضرب لتلك القوى التي تريد المساس بأمن وسلامة والجزائر كذلك من خلال خطاب سيد رئيس الجمهورية نجد أنه يؤسس ويكرس لدائما دخول الديمقراطية من بابها الواسع ودائما في إطار احترام خيارات هذا الشهد نعم وفي تصريح رئيس الجمهورية عقب إدلائه لواجبه الانتخابي حتى للمقاطعين قال أنهم أحرار لكن لا يمنعون الآخرين من إدلائه بأصواتهم وقبل ذلك هناك تصريح مهم جدا قالوا سيد الرئيس ومهم جدا أن نبني عليه قال لا تهمني نسبة المشاركة بقدر ما يهمني اختيار الشعب الجزائري وبأن من سوف يخرجون يعبرون حقا على اختيار الشعب الجزائري وهذا مهم جدا في تأكيد أهمية صوت الناخب الجزائري في هذا الاستحقاق من ناحية أخرى صحيح ربما من حق كل شخص إذا أراد أن يقاطع أن يقاطع ولكن كذلك لا يحق لأي شخص كان أن يصادر حق الآخرين في آداء واجبهم الوطني وعجبتني كلمة المواطن من ولاية برج باجي مختار حينما قال لقد قمت بآداء واجبي الوطني بمعنى نحن نتكلم على المواطن الذي يدرك جيدا أهمية هذا الاستحقاق أهمية هذه المحطة وبأن صوته هو واجب لأجل الجزائر وليس فقط فعل انتخابي أو فعل يأتي في السياق الديمقراطي الأهم كذلك أن سيد رئيس الجمهورية تحدث على أن باب الديمقراطية اليوم باب مفتوح في الجزائر وهذه كذلك رسالة تطمينية أخرى ورسالة رفع المعنوية أخرى للمواطن الجزائري وأعتقد بأن هناك وجد قصف مشترك بين مقاله سيدة فريق رئيس أركان الجيش الوطني شعبي وسيدة الرئيس حينما اتفقوا على كلمة مبروك على الجزائر ومبروك علينا فبالتالي نحن نتحدث على أننا أمام عرس حقيقي بالنسبة للجزائر التي تخطو خطوة نحو التغيير ونحو كذلك تحقيق إرادة الشعب الجزائري وهذا مهم جدا في قراءة السياق وفي فهم كذلك أهمية هذه المحطة التي نحن أمامها اليوم والتي كذلك نحن نكرس من خلالها إرادة قوية حقيقية أولا في جزائر قوية في جزائر متماسكة في جزائر كذلك عازمة على أن تسير نحو جزائر جديدة بكل إمكانتها بكل قدراتها وبكل كذلك التحديات التي نواجه فبالتالي كلمة سيد رئيس الجمهورية أمام الصحفيين وهنا ربما أفتح قوس بأن هذا الاستحقى استقطاب وسائل الإعلام العالمية الذين وفدوا إلى الجزائر من أجل هذه التغطية للوقوف أمام صوت وإرادة الشعب الجزائري وهذه كذلك رسالة أخرى للشعب الجزائري ليرسلها نحو العالم بأكمله بأننا صف واحد وبأننا يد واحدة وبأننا قلب واحد من أجل الجزائر قوية من أجل الجزائر آمنة من أجل الجزائر التي تعرف جيدا كيف تكتب الجزائر المتمسكة بمسارها وهذه الصور من تيزيوزو التي تصلنا الآن نعم سيد ميزاب نعم ربما نحن نتكلم على هذه الصور الصور ربما استسمحك سيد ميزاب تغنينا عن أي تعبير وعن أي تعليق الصورة تتحدث بنفسها هناك إقبال كما قلنا الإقبال اللافت للشباب والإقبال اللافت أيضا للمرأة لكي تترك حقيقة بصمتها في هذه المحطة الهامة من محطات التي تشهدها الجزائر حقيقة الصور التي نلاحظ تعكس تحولا جدريا في مسار العملية الانتخابية هذه الصور التي شفناها سواء الشباب أو النساء حتى بعض الولايات التي كنا في كثير من الحالات يعني مشاركة فيها تعرف عزوف كبير جدا اليوم رأى نشوفه مختلف الولايات بمختلف مناطق الوطن جنوبا شمالا يعني غربا وشرقا كل الولايات فيها إقبال على هذا الحفل الانتخابي أو العرس الانتخابي اللي يشارك فيه جميع أطياف الشعب نتمنى هذه العمليات الانتخابية تفرز عن نواب أكفاء نواب أقوية وحقيقة يساهمون مساهمة فعالة في البناء والتأسيسي والتكريسي للدولة الجزائرية التي يرتضيها الشعب ويعمل أن يراها قوي واللافت أنه منذ صباح اليوم هو إقبال الشباب لكن ماذا ينتظر الشعب من ممثله في البرلمان؟ حقيقة الشاب ينتظر من ممثله في البرلمان أن أمنت الصوت ابتداء أن هذا الشاب اختار ممثلا له البرلمان بناء على جملة من المعطيات بناء على جملة من الوعود بناء على جملة من التكاليف إن صح التعبير اللي أخذها على عاتقه البرلماني من أجل إيصال رسالته إلى مختلف الفاعلين على مستوى المركز في الدولة ثانيا كذلك يقع على المجتمع المدني لأن الشباب نتكلم على الشباب كوحدة ونتكلم على الشباب المنظوي ضمن المجتمع المدني أن يرافق النائب من أجل كذلك تدسيط تطلعات هذا المواطن والنائب بحق القراءة الوظائف والمهام والاختصاصات والسلطات المخولة له قانون ابتداء المهمة التشريعية يساهم في العمل التشريعي ونفتح قوس هنا المؤسسات التشريعية السابقة كانت نوعا ما فيه عزوف كبير على المساهمة الفعالة في التشريع اليوم نستنى ونأمل أن يكون البرلماني يستعيد تلك الصلاحية التي مخوله إياها الدستور من أجل المساهمة في التشريع ومن أجل المساهمة في بناء دولة المؤسسات ثانيا يراقب عمل الحكومة دائما السلطات فيما بينها هناك نوع من التنازع هناك نوع من محاولة الغلبة فالبرلماني يقف أمام الحكومة من أجل مسألتها لأن البرامج الحكومية في محصلتها تصبح في مصلحة المواطن وبالتالي البرلماني يساهم في تدسيد هذه المشاريع هذه الصور تأتيت من بالعباس أيضا لأجواء العبلية الانتخابية التي انطلقت منذ صباحا اليوم ولبأس أن نواصل النقاش حول تصريحات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمام الصحافة الوطنية والصحافة الدولية التي كانت حاضرة بقوة لتغطية هذا الحدث السياسي رئيس الجمهورية وعن سؤال حول دعاة المقاطعة قال أن الذين يريدون أن يقاطعون الانتخابات هم أحرار لكن ليس من حقهم أن يفرضوا أو أن يملوا رأهم على من يريدون التصويت بكل تأكيد لا يحق لأي أحد أن يصادر حق مكفول بالقانون وحق كذلك دستوري لا ننسى بأن حق التصويت هو حق مكفول بالدستور وواجب في نفس الوقت فبالتالي لا يحق لأي أحد أن يمارس روح المصادرة أو حتى كذلك فرض الوصاية على أي مواطن جزائري يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية فإذن يحق لكل شخص أن يعبر عن آراءه وعن مواقفه سواء كان بالمقاطعة أو بالمشاركة لكن لا يحق كذلك على أن يفرض هذا الموقف أو هذا المنطق على الآخرين فإذا كنتحدث على الممارسة الديمقراطية الممارسة الديمقراطية تحترم الرأي والرأي الآخر لكن لا يمكن أن تكون غالبة رأي على رأي آخر إلا من خلال القنوات المعمول بها والمكفولة كذلك وليس عن طريق فرض الرأي أو عن طريق كذلك ممارسة أشكال أخرى تتنافى والقانون وتتنافى كذلك والأعراف المعمول بها وعلى هذا الأساس أعتقد بأن من يقاطع له الحق في إبداء موقفه ولكن كذلك من يعني الموجيدا بأنه يريد أن يمارس حقه وواجبه فعليه كذلك أن يحترم وأن يؤدي هذا المجر وهذا هو عين العمل الديمقراطي السيد أحمد ميزاب كنت معنا في كل هذا التحليل شكرا جزيلا لك سيد الكريم نعم شكرا لك أيضا أستاذ كمال أستاذ في القانون الدستوري على كل هذه الاستفادة في النقاش شكرا لكم شكرا جزيلا لكم مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة للتلفزيون الجزائري لساري العملية الانتخابية فاصل ونعود اشتركوا في القناة 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 بإمكانهم الورو أسمعنا صوت الحرية في الروح والعروف في الساحات المشابية تتعنق بالشوق محلى الرأي جزيرية تلعطى الشروب شهدات أهوى سكية في الجنة تتروب تاريخك في القلب مرسل وعندك المطبور سبع سنين ونص من الدب وحقا تندمور شعب ترمي وتيغتر واللي مالك من الجوع استعبار في الظلم تغشل موسيقى عضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021 يتوجه الناخب إلى مكتب التصويت لمسجل فيه لتأكد من هوية الناخب يجب تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر مرفقة ببطاقة الناخب دون لمس هذه الوثيقة من طرف أعداء مكتب التصويت بعد التأكد من وجود الإسم في قائمة التوقيعات يأخذ الناخب كل أوراق التصويت وكذا الظرف موسيقى يقوم باختيار ورقة التصويت اللي راح يصوت عليها وإبهات باقي أوراق التصويت لازم الناخب يثبت أن ورقة الإقتراع التي يسلمها تكون في حالة جيدة ماشي من لطخة بالحفر واضحة وماشي من قطها موسيقى يجب على الناخب وضع علامة في في أربع حالات الحالة الأولى يجب على الناخب وضع علامة في في الخانة المقابلة المترشح الذي اختاره الحالة الثانية يجب وضع علامة في في الخانة المقابلة لمرشحين أو أكثر إذا كان الاختيار متعددا الحالة الثالثة يجب وضع علامة في في مربع كل المترشحين إذا كان الاختيار لكل القائمة الحالة الرابعة وفي حال عدم اختيار أي مترشح من القائمة يعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي يقوم الناخب بطي ورقة التصويت ثم يضعها داخل الظرف وينتجه إلى صندوق الاقتراع أين ينتخب بوضع الظرف داخل صندوق الاقتراع الناخب ملزم بوضع السباب اليسرى جيدا في الحبر ويقسم إجباريا في ورقة التوقعات يتم وضع عبارة انتخب وكذا التاريخ على بطاقة الناخب دون لمسها إذا حبيت التغيير أبصد مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية المباشرة والحصرية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب الحدث نعم مستمرون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة ويلتحق بنا في هذه اللحظات الأستاذ مولود بن ناصف دكتور وأستاذ في القانون الدستوري بجامعة الجزائر رقم واحد كلية الحقوق ومعنا الدكتورة نبيلة بن نحيا أستاذة العلوم السياسية والعقدة والعلاقات الدولية أهلا بك سيدتي مرحبا بك نعم إذن وقبل بداية النقاش النقاش بأس أن أذكر بالبيان الخاص ب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تعلم فيه أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي ليوم الثاني عشر جوان 2021 الناخبين والناخبات أنهم بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي عبر مكاتب التصويت المسجلين من خلال تقديم وثيقة إثبات هويتهم أي بطاقة التعريف الوطني أو رخصة سياقة أو جواز السفر مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت نعم وبغية التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به يمكن للناخب التحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أين أنتخب؟ أي فقرة أين أنتخب؟ عبر الرابط التالي service.na.election.dz.orientation انتهى بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة المتواصلة والتي يرافق من خلالها التلفزيون الجزائري الحدث السياسي الانتخابات التشريعية بداية أستاذ مولود بن نصف إذا أردنا التحدث عن الضمنات القانونية والأليات التي يكفلها القانون أسمى القوانين الدستور وكذلك قانون الانتخابات حيث أن الانتخابات التشريعية تجري في ظل قانون انتخابات جديد أولا بسم الله الرحمن الرحيم مع الاستضافة والزميلة الأستاذة دائما متواجد معها في كل أمال أولا منذ أن ورجى السيد رئيس الجمهورية منصبه على رأساته الدولة الجزائرية سعى إلى إنشاء دستور أو إلى إيجاد دستور الذي يمثل أرضية يمثل مرآة العكسة للشعب والطموحات للشعب فجرت الاستفتاء على ما يرام الحمد لله نال حصة الأسد إن صح التعبير فيما يتعلق بالتصويت وبي الذين قادروا لهذا الدستور على اعتبار أنهم يريدون فعلا يريدون تغيير ويريدون جزائر جديدة ها هي المحطة الثانية الانتخابات التشريعية بعد أن يكونوا أمام برسال الجديد الذي نصف بالانتخابات الذي يحمل سفر واحد صادر بالتاريخ 10 مارس 2021 وبالتالي هذه المرة هذا القانون جاء مغايرا تماما على عكس القوانين القديمة الانتخابية نظرا لما يحمله من أمام صح التعبير لما يحمله من أشياء متمثلة أولا أقول لك أن نعم أستاذ عن الضمانات القانونية نتحول إلى هذه الصور التي تأتينا مباشرة من عين صالح من ولاية عين صالح نعم تفضل سيد تفضل أستاذ واصل في الحقيقة قلت أن هذا القانون جاء بعدة أشياء جديدة شرط المناصف بالنسبة للنساء الذي يعتبر أكبر ضمانة للنساء لأنه دولوج النساء برنامات بعد ذلك كان نظام كوطة نظام واحدة على ثلاثة أو نظام ثلاث نظام ثلاث ونظام أيضا المبدأ الجديد أستاذ أتحول إليك أستاذ نبيلة المبدأ المناصف الذي يعطي الفرصة للمرأة في هذه التشريعيات من بين هذه الضمانات القانونية أستاذ فعلا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نعيش اليوم محطة جد مهمة في تاريخنا السياسي في اعتقادي أن نتابع هذه التصريحات أولا من ولاية عين صالح نعم البرنامان نتمنى لهم التوفيق وللزهار وإن شاء الله إن شاء الله يخلق التغيير الواطن إن شاء الله كامل يكون إن شاء الله فيه أمان وزهار نتمنى لهم تحب فيها ويقل بحيث بين البلاد السقم والتريق يكون واعي إن شاء الله اليوم عندنا واجب وطني ننتقبه إن شاء الله يبدأنا أستطيع الجزائر الجديدة إن شاء الله ونشوف الخير للبلاد والعيبات إن شاء الله جينا جعب الثغيرة الجزائر الجديدة إن شاء الله يبدينها كلش وعرش الشباب إن شاء الله تلوينها في الشباب هذا اليوم يمدلي باليوم عرس وطني وتفتخر بها الجزائر وإن شاء الله يكون يوم مبروك علينا وإن شاء الله يكون الرجل المناسب إن شاء الله في مكان المناسب وتحية الجزائر فرحنا بزاف للقينا المرأة قد تهمت في جميع الميادين وشاهدت وشفناها كذلك في دورها في الانتخابات وهذا فرح واعتزاز لنا والحمد لله رب العالمين هذا اليوم 12 جوان 2021 هذا يوم عرس جزائري وخاصة منطقة عين صالح هذا العرس الأول بما أنها أصبحت ولاية هذا العام هذه الانتخابات عندها ضور كبير في ولاية عين صالح لازم يكون تغيير شامل السنوات الآخرين في الانتخابات لاحظنا بلي المرأة دخلت دخول قوي في القوائم الانتخابية يعني ولت المرأة تمثل نفسها في ولاية عين صالح مما أنها كانت حملة حملة انتخابية نازيها ونظيفة نظن بلي الناس فهموا فهموا معنى الانتخابات وخاصة للمرأة يعني نلاحظ في هذه الانتخابات 2021 يعني المرأة تقريباً لاحظنا أن عندها يعني ولل عندها يعني مفهوم واضح يعني الانتخابات خاصة الانتخابات البرلمانية يعني ولك المرأة عارفة يعني الدور تلك البرلماني والدور اللي يقوم به يعني المجل الشعب الوطني جيت نخوط لد الزاير وبلادنا ولدنا نصرنا ونصرهم يا مولا ونزل الحانة أنا في قلوب القطع ويدخلنا ولد المؤمنين يا مولا إذن مرحباً بكم مجدداً مشاهدين الكرام ونذكر فقط أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون كان قد أدى واجبه الانتخابي رفقة حرمه وكنا قد بثينا هذه الصور مباشرةً وإليكم في هذه الصور حرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون وهي تؤدي واجبها الانتخابي واجباً هذا المجيد سوء واجباً 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 خروج من خلال واجباً واجباً ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر إذن مستمرنا معكم مشاهدين في هذه التقطية المباشرة للتلفزيون الجزائري في هذا اليوم المفتوح حول التشريعية نعم نواسل النقاش أيضا في هذا البلاتو أعود إليك سيدة نبيلة كنا نتحدث عن حضور العنصر النسوي والفرصة التي اليوم يضمنها القانون للمرأة عن طريق مبدأ المناصفة في القوائم المترشحين يعني كما ذكرت منذ حين نعيش نحن الجزائرين تجربة سياسية نوعا ما فريدة من نوعها ومميزة بالنسبة لتجارب السياسية الأخرى خاصة فيما يتعلق بموضوع المناصفة تعتبر الجزائر مقارنة بمحيطها الإقليمي الإفريقي العربي وكذا حتى الأوروبي والعالمي قمنا بهذه الخطوة الجد مهمة بالنسبة لإعطاء المرأة الجزائرية فرصة متميزة بوجودها الفعال في مؤسسات الدولة وكذا داخل المجتمع الجزائري والشيء الذي يتميز أكثر ويتفرد به المجتمع الجزائري في هذه الانتخابات ما يقارب أكثر من 5000 مترشحة يعني رقم جد مهم بمعنى أن مقاربة التغيير والبناء حاضرة جدا عند المرأة الجزائرية طبعا عندما نتحدث عن المناصفة ليس فقط رقما بمعنى 50% بالنسبة للرجل والمرأة ولكن هذه المناصفة مرادفة كذلك أو مرافقة مع عنصر الكفاءة والفعالية نبحث عن المرأة الكفاءة المرأة الفعالة المرأة المتميزة بحضورها داخل أسرتها في مجتمعها في كل القطعات والجديد أو حتى أقدم إضافة أو قيمة مضافة للمجتمع الجزائري تعتبر الجزائر رقم واحد بالنسبة للنساء المهندسات شيء مميز وكلهن شباب أو شبابات إذن هذا لا يعني أننا نبحث عن تأنيث مجتمعنا لا وإنما نبحث عن هذه المرافقة نتابع هذه الصور نعم من غرداية التي تصلنا الآن على المباشر سيد دكتور مولود بن ناصف بالحديث عن كل هذه التحديات تحدثنا عن المرأة لكن الآن تحديات النائب سواء رجل أو مرأة تحديات كبيرة أبرزها ربما تنثيل بعينه بالنسبة للذي يختار صوتها في الحقيقة أن السلطة الشريعية تعتبر أساسي من الأركان تعدولها بما فيها السلطة التنفيذية والسلطة القضايا إذن لا يمكن أن يستهن بها طالما إنها تعتبر أولا ناقلة للمشاكل الاجتماعية ولاحظنا سيد الكريم أن هذه المرة في إقبال كبير على التصويت نظرا لحساسية هذه السلطة نظرا لموقفها أمام النظام السياسي نظرا لوجودها وقيمتها الدستورية لأنها تعتبر سلطة من السلطة وبالتالي النائف البرنامج حينما يليجي يجد نفسه وهذه الصور تأتينا أيضا من تندوف أستر أستسمحك فقط شبكة مراسلين عبر مختلف ولايات الوطن توفدنا بهذه الصور التي تأتينا اتباعا لرصد العملية الانتخابية والعمل المشتركة شبكة نعم وبالتالي فإن النائف لديه عدة وظائف لما يرتقي لما يتحصل على مقعد برناماني وأهم هذه الوظائف سيدي هي التشريع لأنه من اختصاص السلطة التشريعية هي التشريع وباعتبار أن هذا الاختصاص هو اختصاص أسيل لا يمكن أن ينوبه أي شخص وبالتالي فإن من مهام النائب البرناماني هو التشريع القوانين التشريع القوانين بما نستعليه المادة 139 من الدستور وما نستعليه المادة أيضا 140 من الدستور التي تتكلم أيضا على القوانين العضوية التي تعتبر هي أيضا قوانين متملة للدستور ما نقص من الدستور تكمله القوانين العضوية إذن وظيفة التشريع تماشي مع رئيس الجمهورية حتى أن الرئيس الجمهورية كان مادة في الدستور تنص على أن الحق المبادرة بتشريع القوانين لرئيس الجمهورية وكذلك لنواب البرنامان إذن حق المبادرة بالتشريع هو من اختصاص إذن لا بد على النائب أن يتمسك بهذا الاختصاص أولا يجب أن يعرف ما هي المهام المسندة إليه في تشريع تشريع القوانين لأنه الآن راه يعاين ويعايش ما هي أهم مشاكل التي يعاني منها أربما القرية التي يسكن فيها أو الحي أو البلدية وبالتالي هو الآن قريب من المواطن وقريب من المشاكل وبالتالي ينقل هذه المشاكل إلى قبة البرنامان وإيجاد آليات أو بديل كيف يحول هذه المشاكل عن طريق إيجاد تشريعات ربما قد تكون هنا تثغارات في قوانين ما أو تشريعات ما وبالتالي نقص أو إيجاد آليات لإيجاد مثلا بدائل أو مادة صريحة غير مبهمة غامضة لغذلك عن طريق التشريع هذه النقطة الأولى النقطة الثالية سيدي هي الوظيفة الدبلوماسية التي ينبغي على النائب أن يعرفها ماذا نقصد بالوظيفة الدبلوماسية لما نرجع إلى نصوص الدستور وإلى بنوج الدستور نجد أن لرئيس الجمهورية حق إبرام المعاهدات معاهدة سلم معاهدة الحرب مثلا ما يتعلق منها بالحصار ما يتعلق منها بالحالة الاستثنائية كل هذه الاتفاقيات أو القرارات التي يستصدرها رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق الأمن العام والنظام والسكينة لابد عليها أن يرجع للبرلمان يرجع للنائب إذن على النائب أن يعرف ما هي المهمة التي تسند إليه من خلال موافقته وإبداء رأيه فيما يتعلق بالمعاهدات ونحن نعلم أن المعاهدات التي لا يصادق عليها البرنامان تحتبر لاغية وباطلة إذن هذه قيمة النائب في البرنامان نقطة أخرى سيدتي لهي مهمة أيضا حق الإختار إختار نحن نعلم أن الدستور جاء بنص المادة 95 ومادة 96 دستور التي تتكلم على حق الإختار وهي إختار المجلس الدستوري محكمة الدستورية مستقبل إن شاء الله بعد 30 من شهر ديسمبر لأنها راح تتنصب بعد 30 ديسمبر مهمة الإختار وهي إختار عن طريق ماذا؟ إختار القوانين التي لا توائم والتي لا تواكب والتي لا تتسير الدستور وبالتالي هذه القيمة القانونية التي أعطيت لي حوالي ربما كما يقوله حوالي ربعين نائب من البرنامان يحق لهم إختار المجلس الدستوري عن طريق ماذا؟ عن طريق إيجاد آليات أو بدائل من أجل إعادة النظر في النصوص التي لا توتيب الدستور مع العلم أن الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين ينبغي على القوانين التي تأتي تحتهم مثلا القوانين العضية والقوانين العادية تتمشى ونصوص الدستور وليس العكس النصوص تتمشى ونصوص الدستور إذن وظائف أخرى كثيرة سيدتي وظائف دبلوماسية وظائف مالية ونرجع لها أيضا ربما الوظائف المالية سنرجع لها بعد حين نعم بالحديث عن دور النائب في البرلمان المقبل أستاذ نبيلا هناك يعني ولايات مستحدثة جديدة وتابعنا الصور على المباشر للعملية الاتخابية هناك بهذه الولايات المستحدثة هم ينتخبون اليوم ممثليهم في الشعب أو في المجلس الشعبي الوطني فكيف يمكن لهذا التمثيل البرلماني أن يبعث بالتنمية في تلك الولايات خاصة الولاية الحدودية كيف يمكن للنائب اليوم أن ينقل تلك الانشغالات وتلك المشاكل للمجلس الشعبي الوطني ويكون حقيقة صوته في المجلس فعلا حتى نكون أكثر وضوحا وظيفة البرلمان ليس فقط صناعة القانون أو التشريع وحسب وإنما هو يمثل كذلك الهيئة الرقابية للمؤسسات التنفيذية في نفس الوقت هو صوت الشعب داخل هذا المؤسسة أو داخل هذه القبة وفي اعتقادي أن اليوم الشعب الجزائر وفي امتحان جد مهم من أجل أن اختياره للأشخاص المناسبين في تقديمهم لمشروع مجتمع الذي يجمع بين مقاربتين مهمتين والذي أجمع تقريبا كل عليها المترشحين وهي مقاربة التغيير ومقاربة البناء إذن ومقاربة الإيجابية يعني نحن أو الشعب الجزائري مقبل على أن يختار جموع من الأشخاص الذين سيمثلون أصواتهم وتكون الإيجابية هي العنصر الفاعل داخل هذا المرلمان نعم 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 نسángción قالت و هي لم ينذتين للم تفديم смотр Finger الثانت ف 벌ت إلي الناس esنا نشارج إلى لي الإنتهاء نويدعنا وليس نمر لدينا هذا نستغول نهل ن Act 5 거리 في لمينapa داخل أدف essaya نستقل000 بات دعوة تدعنا في نقديم نحن قدением نعمه ل لع term Ε Singбо نعم نقول لك لأ الجيد سترى وكي تلعطيه ويناء وميصفة له من أحيان المترجمات بديد من مؤشرات ومترجمها في شعور لنصنع لنسمت عشرة على صحة ويشترك بطبيقية ويشترك بحثة ومترجمها يرسر أعصدر عمو وكسير لدينا جار paralyz أنا آخر جارة مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التقطية المباشرة للتلفزيون الجزائري لنقضي حيثيات العمل الانتخابي. وشاهدنا انتخاب الجارية فاطمة. نعم انتخاب الجارية الجزائرية المرتبطة أيضا هي متواجدة في الخارج لكنها تظل بذلك الارتباط الوثيق مع الوطن الأم وهي تشارك أيضا في هذا الحدث السياسي الهاب نوصل النقاش مع أستاذ نبيل بن يحيى كنا نتحدث عن مهام البرلماني في ظل هذه أو يشار إلي أنه قبل ذلك نذهب إلى ولاية تندوف مباشرة مع زميل عمر طواجين في هذه الصور يرصد لنا العملية الاتخابية إليك زميل عمر طواجين إليك المرات التندوفية بحضورها المتميز لا زالت تتوافد على مراكز الاقتراع كما توضح هذه الصور حاطمة منذ صباح اليوم نعم نشاهد توافد معتبر للعنصر النسوي والشباب في ولاية الوطن على غرار تندوف نعم كل ولاية الوطن اليوم تشهد انتخابات التشريعية اليوم كما قلت اللافت هو الحضور القوي للمرأة والحضور القوي للشباب تعود لنا صورة من جديد من تندوف فاطمة نعم في هذه الصور كنت أقول أن المرأة سجلت حضورها بامتياز في هذه الانتخابات التشريعية الشاب أو الشباب الجزائري أيضا سجل حضوره بقوة في هذه الانتخابات التشريعية وكسر تلك ذلك الصورة النمطية التي كان تميز بها الانتخابات التشريعية وهي عزوف الشباب على الانتخابات اليوم الشباب الجزائري يكسر القاعدة ويذهب بقوة إلى التصويت في رسالة واضحة مرأة دكتور بن ناصف كأنها كسرت ذلك الصمت الذي مورس منذ سنوات أكيد سيدي لما نلاحظه الآن مكاتب الاقتراع على مستوى ربوع الوطن يعني صورة حق يعني صورة حية يعني تجسد ممدى نعم صورة حية تجسد ممدى يعني قناعة ليس فقط أداء الحق السياسي لأنه وشبابوا أيضا هذا من غردايا نعم من غردايا مباشرة ليس فقط في حقها السياسي وإنما تمارس حقها حتى إن صح التعبير حقها للوطني وهو يمثل في الانتخاب ولذلكم لما يعني هذه تجسيد للصورة الحقيقية لماذا تجسيد فعلا حق المناصفة هاي حق المناصفة الآن ظهرت في الواقع في الواقع العملي وبالتالي الآن لما شاهدوا المرأة فعلا ولجت القوائم ودخلت باب الترشيحتها هي الآن تقوم بدور ثاني بدور ثاني عن طريق الوعاء الانتخابي لأنه سيداتي قبل هذه العملية أكيد أن هذه السيدة النائبة التي ترشحت أكيد أنها حازت على توقعات اكتتاب من طرف الوعاء الانتخابي يعني النصاب الذي يشتريطه القانون من أجل قابول هذا الترشح هؤلاء الأشخاص الذين فعلا منحوها التصويت ومنحوها توقعاتهم ها هم اليوم مرة ثانية يأتون لمنح تصويتها إلى تسيدة وبالتالي هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجزائر ذاهبة يعني نحو الصحيح كما قال رئيس الجمهورية منذ قليل وذلك عندما تمنح الفرصة والصوت للشباب وهو ما تعكسه هذه الصور أستاذ نبيلة بن يحيا يعني رهن على الشباب وهو رفع الرهان ولم يترك المجال فارغا فعلا اليوم هناك جملة من التحديات هي موجودة داخل الوطن وأغلب المترشحين رأيناهم أغلبهم من الشباب كانوا من النساء أو من الرجال إذن اليوم هناك أمل كبير جدا على كما قلنا منذ حين على مقاربة التغيير لكل أجمعاء أنه لابد أن يكون أن يحدث أو يكون فيه تغيير شامل لجميع القطاعات والخطوة الأولى ستكون من قبة أو من البرلمان الجزائري إذن في اعتقادي الشباب حاضر وحاضر بقوة هناك جملة من البرامج المتعددة راهنة عليها هؤلاء المترشحين من الرجال والنساء النقطة الأخرى سيكونون هم المرآة العاكسة لصورة المجتمع وصورة البرلمان لما سيكون عليه إن كان برلمانا قوي وبحضور قوي من خلال تشريع لقوانين تكون صانعة لواقع مجتمع وفي نفس الوقت هم مراقبون لمؤسسات التنفيذية خاصة الحكومة إذن هناك تبادل في الأدوار سيحدث داخل قبة البرلمان ونحن نحتاج إلى أن يكون اليوم برلمان قوي برلمان بعيد عن الفساد بعيد عن الرؤى التي كانت سائدة في الماضي وكما ذكرت اليوم الصورة النمطية انتهت هذه الصورة النمطية ونحن مقبلين على صورة إيجابية لبناء جزائر قوية ولن يكون البرلمان قويا إلا تترشح النخبة فاطمة لاحظنا أنه في الترشحات لاحظنا أنه النخبة التي ترشحت هذه المرة ولم يدعوا المجال فارغا لما نرجع سيدي القانون العضوي لأن كل حالة يضبطنا القانون العضوي المتعلق بالنظام الاجتخابات هو الذي ضبط الترشح هو الذي ضبط شروط الترشح على عكس القوانين السابقة التي كان باب فيها مبتوح لكما قالت الزاملة منذ قليل فاسد لأصحاب الشبهة أصحاب حتى المؤثرين في العمل الانتخابي هذه المرة سيدي جاء القانون أول من حيث شرط المناصفة سبق للزميلة أن بسطت فيه بأفتاح النقطة الثانية هي نصف عدد هذه القائمة يكون أقل من 40 سنة عنصر الشباب هذه نقطة إضافية أو قيمة مضافة النقطة الثالثة سيدي هي واحد على ثلاثة من الشباب حاملين الشهادات أحصر الشهادات الجامعية وبالتالي هذه المرة نرى نوعا ما هذا البرنامج منفوسي يعني يحمل من النساء نقطة أخرى أستاذ وهي نقطة أن المستضعفين من الشباب الذين تحصلوا على دعم الدولة في تمويل الحملة الانتخابية هذا أيضا حافز آخر حفز ربما الشباب للترشح والدخول في هذه العملية الانتخابية الأساسية هذه نذكر بها سيدتي هو المبلغ المالية التحفيزية أو تمويل أو الإعانات أو المساهمات نصح الطعب مساهمات الدولة بمبلغ لما تصوره 300 ألف دينار جزائري أزيد نقطة أخرى وهي دعم الدولة فيما يتعلق بمصاريف النقل في مصاريف الطبع مثلا طبع الوثائق مجانية القاعات نقطة مجانية القاعات دائما نكون منسق في السلطة الوطنية قاعات مجانا يعني فقط يدير طالب فقط للمنسق الولائي المنسق الولائي يقبل الطالب شريطة أن يحترم تتوافرة فيه كل صحي الجانب الأمني الدولة توفر له جانب الأمني يروح مباشرة المدير التنظيم والاجتماعات على مستوى ولاية الجزائر أو أي ولاية يمنح له الرخصة ويوفر له كافة الشروط يعني مسائل جد ومحفزة نرى نعتقد أنها إن شاء الله ستكون مساهمة في بناء جزائر جديدة جد محفزة وأيضا نوصل في مناقشة ضمانات النزاهة في هذه العملية الانتخابية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يضامن آخر يعني هي اليوم في امتحان ثالث لها بعد الرئاسيات والاستفتاء اليوم هي أمام امتحان آخر كيف يمكن لهذه السلطة الهيئة الدستورية المستقلة بقوانينها بإدارتها بقرارتها أن تسهم في ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية أكيد يعني المرحلة التي نعيشها هي القول الفصل للمراحل السابقة التي عاشتها الجزائر وهي محاربة الفساد بأشكاله وأنواعه من ضمنها المال الفاسد يعني كل من يملك مال يستطيع أن يدخل هذه الانتخابات اليوم انتهى هذا الأمر بدليل كما قلنا منذ حين أنه تقريبا جل المترشحين لا يصلون لا يتصل سنهم أربعون سنة هذا مهم جدا يعني أربعين سنة لا أعتقد أننا لديهم من الأموال التي تمكنهم من أن يوظفونها وأغلبهم من النخب هناك من الدكاترة برطبة الدكتور وبروفيسور ومن الصيادلة من المعلمين من الأساتذة يعني كما قال الأستاذ فوسي فيساء غنية جدا تعبر عن واقع المجتمع الجزائري وبالتالي هذا البرلمان الذي سيكون إن شاء الله هو البرلمان الذي سيعبر عن حقيقة المجتمع الجزائري لأن المواطن اليوم هو في امتحان في اختياره لمن سيمثله من كل الفئات هل سترفع مستوى الأداء الانتخابي يعني هذه النخبة ستوقع أنه سيرتفع في هذه الانتخابات لأن أغلب المترشيحين هم من واقع هذا المجتمع إذن سيكون دور كبير جدا للأحياء الشعبية والمناطق التي ينتمي إليها هؤلاء المترشيحين ولمحيطه من أصدقاء وغيرها يعني المحطة جد متميزة مقارنة بما كانت عليه الانتخابات إذن أستاذ أسمحكي فقط مستبع في هذا التقرير لمحمد عمراني وهي تشارف على بلوغ عامها الثاني تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد بصمت على ثالث عملية انتخابية في الجزائر بعد رئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 الاستفتاء على التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 وأخيرا تشريعيات الثاني عشر جوان 2021 وبإنشائها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون الجزائر قد طوت صفحة انفراد الجهاز التنفيذي بإدارة العمليات الانتخابية ودخلت بذلك عهدا جديدا عنوانه النزاهة والشفافية لتصبح كلمة الشعب الفيصل الوحيد في الممارسة الديمقراطية وتجسد السلطة المستقلة إحدى مطالب الحراك الشعبي الأصيل الذي تبناه الحوار الوطني وأفضى إلى تأسيسها في الخامس عشر سبتمبر من عام الفين وتسع عشر قبل أن يتم دستارتها في الفصل الثالث المدى 200 من الدستور الجديد أنا مسؤول أمام الله بأن السلطة تقوم بالواجب انتحها الجزائر حضرت على عاتقها حضرت على عاتقها لكي توضع هذه السلطة بناء على إرادة الشعب سلطة مستقلة ويحكم هنا إلى الضمير والوازع الوازع الأخلاقي والوازع الوطني وحزب القانون العضوي رقم تسع عشر سبعة فإن السلطة تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري مهمتها إدارة العمليات الانتخابية بكل تفاصيلها ابتداء من مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية فقد أسفرت حسب الترتيب التنازلي وتتكون السلطة من مكتب يضم ثمانية أعضاء ومجلس يتكون من خمسين عضوا من بين الكفاءات في أوساط المجتمع المدني الجامعة القضاء الشخصيات الوطنية وعن الجالية الوطنية بالخارج يتولون انتخاب رئيس السلطة بأغلبية الأصوات كما يأخذون على آتقهم أيضا إنشاء مندبيات للسلطة عبر الولايات البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لتسيير العمليات الانتخابية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السرية المفعول وعلى أمل أن تفرز أجيالا من الكفاءات التي تصنع الزهارة ورقي الجزائر إذن نرحب بكم من جديد مشاهدنا الكرام في هذه التغطية الخاصة على المباشر وعلى مدار يوم كامل نوافق بكل تفاصيل العملية الانتخابية نرافق ونواكب الحدث السياسي الذي تشهده البلاد نواصل ربما النقاش حول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضامن للنزاهة والشفافية في هذه العملية شكرا لك أستاذة فقط نود أن نشير إلى أن قانون العضو متعلق بالانتخابات صادر بتاريخ 19.07 الآن قد زال وبالتالي في ذلك وجود قانون عضوي جديد للانتخابات الذي يحمل رقم 21.01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 أين أدمجت الآن السلطة في هذا القانون لم تعد قانون السلطة مستقل بذاته حقيقة أن السلطة لها استقلالية مالية لها شخصية معنوية استقلال مالي وإدالي لا حق التقضي لكن الآن أدمجت في قانون عضوي واحد ألا وهو القانون العضو متعلق بالانتخابات وفي باب الأول وردت السلطة الوطنية المستقلة نرجع الآن إلى الضمانات الآن نحن نعلم والجميع يعلم بأن السلطة الوطنية المستقلة هي وليدة الحراك هي طلب من طلبات الذي كان ينادي بها الحراك الأصل الذي أشار إليها السيد الرئيس الجمهورية والذي كان يريد أن يسند هذه الانتخابات بعدما كانت مسندة لجهات غير معروفة شابت فيها المال الفاسد شابت فيها جميع السلوكات السيئة والتي تخلى لها برنامان غير شرعي إلى غير ذلك الآن نريد أن نؤسس لبرنامان شرعي نريد أن نؤسس لدولة القانون نريد أن نؤسس لبرنامان يعني جاء وليد أصوات صحيحة ونزيحة ومثل ما تعمل عليه الآن السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات التي ضامنت في البداية ضامنت أولا هي من حيث الأصل كضمانة سلطة الوطنية ضمانة لأنها أسندت لها عملية الإشراف وعملية الرقابة وعملية التنظيم العملية الانتخابية نقطة أخرى سيدتي أشرت منذ قليل القرار الذي أصدره سيد رئيس الجمهور سيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم التصويت والذين يكونون مسجلين في القوانين الانتخابية إذا كانوا لا يملكون هذه نقطة أساسية نقولها حتى للمواطن حتى للمشاهد حتى إذا كان لا تملك بطاقة تعريف أو أي بطاقة من بطاقة شريطة أن تعرف فقط رقم تسلسلي في القائمة الانتخابية أنك تكون مسجل في مركز أو في تصويت أنك يحق لك بهذه البطاقة فقط دون إمتلكتها لبطاقة التعريف الوطني هذا ضمانة أساسية كما تكون عندك وثيقة بطاقة تعريف أي وثيقة لا يمكن أن تمرس حقك التصويت الآن بدون هذه الوثيقة في غيابها يمكنك أن تصوت وزيد نقطة أخرى إضافية وهي التطبيق التي عملتها السلطة الوطنية عملتها في الدستور عملتها في الاستفتاح الدستور إذن ولوج لهذه التطبيقة يمكن أن تعطي أسمك ولقبك ورقم التسلسلي أو رقم التسجيل في القائمة الانتخابية يمكن أن تدلك التطبيق على مكان المركز وعلى مكان التصويت وأن تليج مباشرة وأن تفيتهم أن نتهم وتمرز حقك الانتخاب تسهيلا للعملية الانتخابية وتطمينا للمواطن على أنه يمكنه الإدلاء بصوته بكل شفافية فعلا يدي الإشكالية في هذه الانتخابات أو النقطة المهمة في هذه الانتخابات نحن نبحث عن عقد اجتماعي هذا العقد الاجتماعي الذي كان مفقودا في مراحل سياسية معينة اليوم نؤسس لعقد اجتماعي معقود من خلال برلمان قوي وهذه النقطة الجد حيوية التي سيتفاعل معها الشعب الجزائري من خلال اختياره لممثليه إذن في اعتقادي أن برلمانا اليوم يؤسس لجملة من المقاربات المقاربة السياسية المقاربة الاجتماعية المقاربة الاقتصادية في إطار بعث مشاريع تنموية حقيقية بما فيها مناطق الظل يعني ذكرتي منذ حين حول الليقات الولايات الجديدة ولو أنني أنا هنا المناطق الظل ليست فقط هذه حتى في العاصمة هناك مناطق الظل إذن البرلماني الجديد الذي سيكون في هذه المؤسسة يحمل مشروع مجتمع مشروع واقعي مشروع برقماتي من خلال دراسة واقعية تمحيصية دقيقة من أجل دراسة القوانين أو مشاريع القوانين التي تأتي من المؤسسة التنفيذية وكما قلت منذ حين هؤلاء المترشحين اليوم هم أغلبهم من النخب إذن هي من المفروض أنها تعلم ما ستكون عليه هذه القوانين في إطار عملية تقييم وتقويم إن كانت تصلح فالله مبارك وإن كانت غير صالحة هنا دور هؤلاء الذين سيمثلون الشعب الجزائري في هذه القبة إن صح التعبير المباركة لأن المسؤولية هنا ستكون تكليف وتشريف تشريف بوجودهم في اسم المجاهد الشهيد زيغود يوسف إذن مشروع يحمل هؤلاء في نفس الوقت تكليف لمسؤولية بعث قوانين تخدم أو تكون في خدمة الشعب الجزائري الشعب الجزائري في حاجة إلى الدفع الجديد خاصة بعد سقوط جدار الثقة الذي كان بين المجتمع والسلطة السياسية إذن من خلال هذا البرلمان المأمول عليه يعني من الشعب الجزائري عموما أن تكون هذه الدفعة من البرلمانيين الذين سيدافعون عن مجتمع لن أقول جديد وإنما مجتمع يحمل في طياته مشروع بناء حقيقي ويفعلون كل ما هو إيجابي من أجل المشاريع حقيقية وخاصة المشاريع التنموية من التعليم إلى الصحة إلى الاقتصاد بكل قطعاته من صناعة وفلاحة وتكنولوجيات حديثة وغيرها والشباب في اعتقادي أن الذين سيمثلون هذا البرلمان يعلمون جيد أنهم مدركين للتحديات المقبلة لهم نظرة واقعية واستشرافية الشباب أصبح يدرك تمام الإدراك أن التغيير يكون عن طريق التصويت وهو ما تعكسه الصور التي شاهدناها منذ انطلاق العملية حضور قوي للشباب وأيضا كان حاضرا الشباب في قوائم المترشحين كان الشباب يريد أن يكون في البرلمان يريد أن يكون المنبر للمواطنين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كما قلنا هي ألية من أليات النزاهة والضمان الشفافية في هذه العملية الانتخابية لدرجة أن الكل يجمع ربما أنتم كأساتذة أيضا أن اليوم يصعب التكهن ويصعب التوقع ما يمكن أن تفرز عنه صناديق الاقتراع في هذه التشريعيات في الحقيقة قلت سابقا أن السلطة الوطنية تعتبر أكبر ضمانا لأنه إذا رجعنا إلى القانون العظيم متعلق بالانتخابات التي ذكرتها منذ قليل قلت أنه جاء هذه المرة مغير تماما لما يحمله من أفكار أولا أفكار لما نرجع القانون العضوي نجد في الديباجة بعض الأهداف الأساسية من هذا القانون ما هو الهدف المبتغى من صدور هذا القانون نجد أنها نقاط أساسية ذكرها المشرع لما نرجع القانون نجد أن أولا وجود سلطة مستقلة تتميز بالحياد والنزاه هذه نقطة أساسية الحياد والنزاه يعني حيادها عن كافة الشرائح هي توفر لما توفره من إمكانية لفائدة المترشحين هؤلاء يمارسون حقه نقطة ثانية هي ضمان ضمان الإعلام المتساوي السلطة ضمنت إعلام متساوي لعل سيداتي لاحظنا أن المترشحين في إطار الحملة الانتخابية أنهم كيف مارسوا حقوقهم الانتخابية عن طريق الإدلاء بأصواتهم ولحظنا أنهم كلهم دخلوا ولجوا هذه المراكز هذه الفضاءات من أجل إدلاء بما يملكونه من برامج وفيما يتعلق ثقافية سياسية اجتماعية دينية إلى غير ذلك وبالتالي نقطة أخرى لهي أيضا مبدأ المساوات بين الجيسين وفيما يتعلق بمبدأ المناصف هذه التي استلمنا لها هذه نقطة فقط ليست هي الغاية في حد ذاتها وإنما تبسيد لمبدأ دستوري هناك مبدأ دستوري لوحق المساوات بين الجنسين المدى لما نرجع سيداتي على ما أعتقد المدى 32 أو 36 تتكلم عن المساوات بين الجنسين وبالتالي لا يمكن أن نحقق المساوات في الدستور ولا يمكن أن نحققها على أرض الواقع لسيما فيما يتعلق بالحق السياسي إذن هناك أهداف كثيرة سعت إليها السلطة الوطنية المستقلة من خلال هذا القانون فيما يتعلق بالضمانات الأخرى سيداتي نجد أن مثلا في نهاية العملية الانتخابية نجد أن مثلا هؤلاء المترشيحين الذين مكنتهم السلطة من الولوج حتى في مركز الاقتراع ومركز التصويت وحضور عملية التصويت وعلى شيء قولة القانون أو من يمثلهم قانون هؤلاء سيسلمون لهم حاضر الفرز في نهاية المطاف بعدما تتم عملية الفرز في اختتام عملية القانون يتسلم لهم هذه المحاضرة التي تعتبر كدليل إثبات يوم أن ربما أن يحتجوا أمام المحتمى الدستورية لأنه تين فترة ما تسمى بالطعون الانتخابية لما تين إنسان يدرك أنه من جحش أو عنده ما يؤهله من الأصوات باش تأهله باش يحوز على مقعد انتخابي وربما أنه يحس بليرات ظلمة في هذه المسألة يمكنه أن يلجأ إلى المحتمى الدستورية أو المجلس الدستوري عفون الحالي ولديه مدة قانونية 48 ساعة من أجل أن يطعن يطعن ضد هذا المحاضر الذي ربما أو هذا القرار الأولي الذي أصدره رئيس سلطة الوطنية لأنه رئيس سلطة الوطنية هو الذي يعلن النتائج الأولية في غضون طبعا 48 ساعة بعدما تصل هتافة المحاضر الولائية وهي 58 والجلية الجزائر والخارج هذه نكمل فكرة بك لأنه هنا تطلب الحضور لتعلم محاضر الأصلية محاضر الأصلية للسلطة الوطنية بعد ذلك رئيس سلطة يعلن النتائج الأولية ثم بعد ذلك تبقى المجلس الدستوري إذا تمت فترة الطعون وما كان هناك حتى الطعون أو بعد الفصل في هذه الطعون يمكن للمجلس الدستوري أن يعلن النتائج النهائية التي تعتبر نهائية وبات ولا يمكن طعم فيها وهي ملزمة لكافة الأطرق وسيكون لنا أول وربط بعد قليل في مركز الدولي للمؤتمرات مع الزميلة السوسن بالحديد لتوفينا بأولى نسب المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية على مستوى كامل التراب الوطني وقبل ذلك وفي اتظار ذلك نعم والآن تحدثنا عن كل هذه الضوابط هل تعني بالضرورة مستقية هذا البرلمان مقارنة بالبرلمان السابقة هناك سؤال منهجي على المشاهد الكريم طبعا هناك سؤال لماذا هذه الانتخابات لهذه الانتخابات هي تجسيد لسلطة الشعب لنا سلطة سياسية لكن مصداقية ومشروعية هذه السلطة ستتجسد أكثر وتتعمق أكثر بتجسيدها لسلطة الشعب من خلال مادتين مهمتين هي المادة سبعة وثمانية من الدستور إذن هذه لنا جملة من التحديات لكن هذه التحديات كما يقول المؤرخ البريطاني أرنود توينبي تتبعها الفرص أو فرصة إذن الفرصة هي بوجودة اليوم أمامنا مع جملة من المترشحين إذن لتقديم هذه السلطة أو سلطة الشعب خلال البرلمان إذن أعتقد أن الرهانات جد قوية نتوقح من خلال هذا البرلمان لأن قوة هذا البرلمان هو مرتبط بهبة الدولة قوة هذا البرلمان الآتي إن شاء الله مرتبط بسلطة سياسية حقيقية تكون لها مصداقية أمام الشعب الجزائري من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب إذن في اعتقادي اليوم المواطن الجزائري وفي امتحان حقيقي لأنه هو من سيختار من يمثله الرداءات التي كانت موجودة في السابق مما الفاسد وفاسدين ومنتهيكي لثقة الشعب الجزائري حتى الشعب الجزائري كان مساهما في هذا الأمر إذن هذا اليوم التغيير الجذري مطلوب إذن في الاختيار السليم الاختيار في الكفاءة والاختيار في الشخص لأنه تحدثنا عن أخلقة الحياة السياسية كيف تكون أخلقة الحياة السياسية إلا من خلال سلطة الشعب على الشعب الجزائري طبعا من خلال هذه الانتخابات أن يمرر ويجسد مضامين أخلقة الحياة السياسية في اختيار الشخصية الكفاء وهي موجودة ومتأكدة تماما لي من الزمالة الأساتذة مترشحين والزميلات المترشحات وأعتقد لهم مشروع مجتمع إذن مع الشعب الجزائري إلا أن يحسن الاختيار يحسن الاختيار ويعطي صوته كأمانة في ظل ضمانات كما كنا نتحدث عن الضمانات القانونية لضمان هذا الصوت وهذا الاختيار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نتكلم عنها كثيرا بما أنها اليوم تحظى بصلاحيات واسعة في ظل قانون الانتخابات الجديد مرت بامتحان أول وهو الرئاسيات والثاني هو الاستفتاء اليوم امتحان آخر قيل الكثير والكثير عن كل الانتخابات لكن هناك شيء اتفق عليها الجميع هو مزداقية الانتخابات أنه اتفق الجميع لأنه لم يكن هناك تظوير لم نشاهد أي أحد قال أن العملية شابتها شابها تظوير هنا أو هناك هل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الدور الذي تلعبه يمكن أن يكون له أثر كبير في هذه الانتخابات التشريعية أيضا أكيد سيدتي أن السلطة الوطنية المستقلة سبق لها وأن مارست أولا سلطة التنظيم وسلطة الرقابة وسلطة الإشراف على الانتخابات الرئاسية يعني هذه لأول نوفمبر 2019 والجميع والكل يشهد بأن السلطة الوطنية المستقلة لأن ذات عملت بكل ما تملكه من طاقات تزخر بها أساتذة جامعيين قضاة محضرين محامين لغير ذلك لأنه كانت الوهلة الأولى تنالزاما على أن تخرج السلطة الوطنية على الأقل رئيس جمهورية على الأقل يحكم البلاد لا نبقى في ظل الغوغاء ولا نبقوا في ظل الفراغ الذي كنا نعيش وعيشنا لفترة منتع ثلاثة أشهر وزدنا أربما شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى وبالتالي عيشنا فراغ دستوري فراغ سياسي لمن تقول هذه الدولة هل لا بد من إيجاد رجل يمثلها في الداخل وفي الخارج يمثلها في السياسة الداخلية وفي السياسة الخارجية وبالتالي فإن السلطة لم تسكت بزمام الأمور لم تكن هناك أي طعون دليل أنه لم تشهد السلطة الوطنية أي طعن من طرف هؤلاء المترشحين أمام المجلس الدستوري أو أمام الجهة أخرى نقطة ثانية مارست أيضا ما يسمى بالاستفتاء وهذه نرجع نفتح قوس الاستفتاء الذي يعتبر سهدتي يعتبر حق دستوري وهو مبدأ السيادة سيادة نحن نعلم كقانونيين كرجال قانون ندرس السيادة كموضوع من مواضيع القانون الدستوري لهي صفة لاسقة بالإنسان صفة لاسقة لكن كيف يمارسها يمارسها السيادة ملك للشعب ليست ملك للشعب كيف يمارس السيادة السيادة تمارس عبر وسيلتين أساسيتين الوسيلة الأولى تمارس عن طريق الاستفتاء لما رجعنا الاستفتاء هذا الشعب الذي قال كلمة نعم ومنهم من قال لا ومنهم من امتنع يهمنا الذي قال نعم والذي كانت أصواته صحيح الاستفتاء فيما يتعلق بالمواضيع التي تختر عليه لأن الاستفتاء يكون على المواضيع وليس على الأشخاص بالنسبة أيضا نقطة ثالثة هي نقطة ثانية فيما يتعلق بالوسيلة الثانية وهي عن طريق الانتخاب أين نجسد الآن انتخابات شعية والتي تعتبر إحدى ممارسة السيادة الشعبية لأن يجد هذا المواطن هذا الناخب الذي يكون مسجلا يكون متمتعا بحقوقه المدنية وسياسية أن يمارس أن يختار من يمثلوه في هذا البرنامان وبالتالي كل المسؤولين في الدولة عن طريق هذه آلية من آليات الديمقراطية التي هي طريقة الانتخاب نحن الآن انتخبنا على رئيس الجمهورية الآن رئيس الجمهورية يمثلون لديه صلاحية التعديل الدستوري لديه صلاحية تعديل القوانين دكتور بن ناصر بالنسبة للجالية الوطنية المتواجدة بالخارج التي تعرف إقبالا معتبرا بما أنها انطلقت عملية الانتخاب منذ يومين في الخارج نتابع الآن هذه بعض التصريحات لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج السلام عليكم أنا عبد الرحمن بالحود دبلوماسي الجزائري بجامعة الدول العربية بالقاهرة حبيت أنتهز فرصة الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة إن شاء الله لدعوة كل الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن وخاصة الشباب الجزائري إلى التعبير بكل حرية عن حقهم المكفول دستوريا في اختيار ممثلهم بكل شفافية وبكل وضوح هؤلاء الممثلون الذين نعقد فيهم الأمل لنقل انشغالاتنا ونقل مشاكل الجالية الجزائرية في القاهرة وخارج الوطن وحتى داخلهم ومحاولة إيجاد الحلول على مستوى المجلس الشعبي الوطني الجديد إن شاء الله نأمل في هذه الانتخابات كذلك أن تؤدي إلى بناء مؤسسات جديدة يكون فيها الشعب حقيقة مصدرا للسلطات وهذا ما يتماشى مع الرؤية الجديدة للقيادة السياسية لبناء الجزائر الجديدة خاصة وأن هذه الانتخابات كرست لأول مرة مبدأ المناصف بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية معاد المعطلة من الجالية الجزائرية المتواجدة في موريطانيا الحمد لله إن شاء الله رأنا نحضر الانتخابات التشريعية إن شاء الله في السفارة هنا والجالية الجزائرية على غرار الانتخابات السابقة مستعدة للمشاركة كما كانت شارك في المرات الفائتة لأن هذا عبارة على واجب وطني فهمت من حق كل مواطن جزائري المشاركة فيه والتعبير على رأيه لتغيير مستقبل البلاد والأمن والمهوض بها إلى مستقبل واعد إن شاء الله وكما يمكنك الانتخابات هذه تساهم في تغيير البلاد وتعبر على آراء الشعب فهمت في تحديد مصير وفي تحديد مستقبل البلاد استحقاقات الانتخابية القادمة هي تشكل منعطف حاسم في تاريخ الجزائر وليس فقط على مستوى الجزائرية الداخل بل أيضا على مستوى الجزائري أو الخارج والجالية الجزائرية في المغرب تراهن على هذه الانتخابات ويحدوها أمل في التغيير وتكريس المشروع أكثر من عشرين سنة السلام عليكم معكم أحمد عياد من كندا مختلف في كندا مدير شركة شورلينج انترناشنل نارك بوريك سبورت اختنم هذه الفرصات الانتخابات لبعث رسالة للشعب الجزائري احنا مدى بينا ننتخبو شخص احنا يمثلنا كاجالية في البرلمان يوصل صوتنا للجهات الرسمية في بلادنا ونتمنى للشعب الجزائري ان شاء الله يكون عنده برلمان حر مستقل يعاون في إدارة البلاد والسلام عليكم اذا متواصلنا معكم مشاهدنا الكرام في هذه التغطية الخاصة وهذا الفضاء المفتوح الذي نواكب من خلاله الحدث السياسي الانتخابات التشريعية الطريق الى البرلمان ونربط الاتصال بالزميلة سوسن بن حديد من المركز الدولي للمؤتمرات مباشرة من هناك لتوفينا بأولى نسب المشاركة في الاقتراح إليك يا سبس نعم إذن شكرا فاطيما وسعيد نتبجد هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللاطف رحال ومعي السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليوفينا بأهم المعطيات الأولية المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية وكذلك أولى نسب المشاركة تفضل سيد شكرا مرأة الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن يتابعهم بإحسان اليوم الدين سيداتي سادتي نساء ورجال الأسرة الإعلامية أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الأول من حصص المتعلقة باليوم الاقتراع فهذه أول معطيات متعلقة بالطبع بظروف وشروط افتتاح مكاتب التصويت ثم بعض الملامح إلى ما وصلت إليه يعني نسب المشاركة ولو ساعتين بعد افتتاح المكاتب بالطبع يعني تكون نسب الدنيا شيئا ما ولكن الواجب بتاعنا قلنا احنا لازم نعطوكم كل المعلومات المتوفرة وأيضا تطور هذه المعلومات خلال اليوم كامل إذا عنا ربع موعد مع بعضنا بعض إن شاء الله في كل موعد نأتوكم بما هو جديد إذن نبدأ اليوم يعني بالموطايا الأساسية وهي الكتلة الناخبة كتلة الناخبة يعني لأنها لابدنا نضبطها يوم الاقتراع ما قالت إليه يوم الاقتراع فاليوم الكتلة الناخبة حجمها 23 مليون 23 مليون و522 ألف و323 هذه الكور إلكترال اليوم بتحديد اليوم وخارج الوطن خارج الوطن عدد الناخبين 902 ألف و865 عنا عدد القوائم المترشحة اليوم يعني العدد مضبوط اليوم لأن اليوم هي اليوم المنفسة القائمة اللي ما حضرتش اليوم معتها راهي أقصيت والقائمة اللي ممكن آتت متخلفة بعدها لم تقبل وبالتالي عدد القوائم المتنفسة اليوم هو 2288 منها إذن تتوزع بين الأحزاب والقوائم المستقلة ففيما يخص القوائم الحزبية فعددها 1080 ميل كطرفان 1080 والقوائم المترشحة المستقلة عددها 1228 هذا القوائم عدد 2288 قائمة تحتوي على أو تحتضن عدد المترشحين الآتي يذكرهم 22,550 هذا العدد المضبوط اللي يراهم متنفسين اليوم هذا 22,550 تتوزع بين 12,086 مترشح فيما يخص القوائم المستقلة و10,464 مترشح في القوائم الحزبية كما يسجل من بين المترشحين 272 مترشح بالخارج هذا التفاصيل يعني المتوفر إلى حد الساعة عدنا فيما يخص المترشح آه عدنا فيما يخص المترشحات النساء عدنا 8,304 مترشحة بعد أن أعطيك من المترشحين منها 8,193 مترشحة عبر التوراب الوطني يعني داخل التوراب الوطني 8,304 مترشحة وفيما 111 مترشحة بالخارج 111 امرأة مترشحة بالخارج عدنا 13,009 مترشحين أقل من 40 سنة 13,009 300 مترشحة أقل من 40 سنة منها منهم 5,743 مترشحة مترشحة عدنا 13,009 مترشحة منهم 5,743 مترشحة عدد عدد مراكز التصويت اليوم 13,414 عدد مراكز التصويت اليوم 13,414 منها الداخل للوطن 13,300 وخارج الوطن 114 يعني 114 مراكز التصويت خارج الوطن وعادد مكاتب المراكز التصويت داخل كل مراكز تصويت مجموع المكاتب تصويت 61,900 61,900 متوزعة بين المكاتب بالخارج وداخل الوطن داخل الوطن عددها 61,543 وخارج الوطن عددها 357 هذه المكاتب يؤطرها مجموعة يعني المؤطرين عددهم 63,924 من نسبة المؤطرين المراكز أعطيتك معدد المراكز بأنه 13,414 يؤطرها 63,924 مؤطر اليوم كان منهم 1,746 غائب يعني التصخيرات التي توجهوا توجهوا 63,924 مؤطر للمراكز غائبوا منهم 1,746 تم تعويض من هذا الغائبين 712 عندها كان حوالي 900 وحاجة لم تعاوضوش ولكن المراكز ما يشي تمشي فيها عملية الانتخاب المراكز وما منزمون بالحفاظ على الأمن حول المكاتب ثم تلقي المحاضر بشي يرسلها الليجان البلدية هذه أيضا قلنا فيما يخص المراكز فيما يخص المؤطرين المكاتب الحاضرين لليوم الذين يفتحوا المكاتب ربعة 102 ألف وتسعمية وثمين وثمين وغائبين وغائبين يعني وجهنا لهم التسخيرة ولم يلتحقوا في الوقت الذي قدرنا فيها الإعلان يعني فالله ربعة ما رامل تحقوا فيما بعد الناس قاعدة الأهميتان في وقت الفرز يعني يعني يكون العدد مكتمل في وقت عملية الفرز إذن غائبين 14 ألف ومئة وثمين من مجموع ربعة مئة وثنين ألف وتسعمية وثمين يعني حتى كنا نحب نشوف النسبة رأي سفر فاصل يعني ربعة أو خمسة بالمئة هذه المعطيات يعني ما يخص يعني المؤطرين وآدibrين وآدوكا نسبة المشاركة على الساعة العاشرة داخل الوطن عدد المصوتين وصل ثمينمية وتسعة وثمينين ألف وستمية وثمينة وخمسين إذن بنسبة ثلاثة فاصل ثمين وسبين في المئة على الساعة العاشرة خارج الوطن عدد المصوتين ثمين وعشرين الف وصفر خمسة وربعين بنسبة 3-11% اللحظة هنا تناسب قطعي بين المشاركة خارج الوطن والمشاركة داخل الوطن معطيات اللي حبيت نعطيهكم للسيدات ومعطيات أخرى يعني متعلقة بكل ولاية يظهر لي مهوش فايدة بش نصردوها الآن لكن يكون المعنى التاحي يكون أكثر يعني في الحصة الآخرة مش نعرف يعني التوزيع للمجهود عبر كل الولايات كل ولاية على على حدة هذا يعني ما لدي أن نفيدكم به في هذا اللقاء الأول أضرب لكم موعد في إن شاء الله الحصة الثانية سيد شرفي قبل ذلك سيد شرفي قبل ذلك لننشوفه في هذه الكرة الأرضية بننساوش هناك وطيات تكنولوجية ممكن تكلمنا لها نجاوب لأخت سوسم هذه وصلت إليه السلطة الوطنية هذه هنا الكرة الأرضية وهذه تشوف فيها هذيك تسقط هذوك المنحيانات هذيك الجزيرة العاصمة شوف والمصدر انتح المكاتب السلطة الوطنية منتوزة عبر العالم شوفوا تلاحظي كاين عند الفرد ما نشوف ونلقوا كاين المكاتب يطفى الضو انتح معنا توصلوا وقت الغلق في البلد مثلا اللي يراه من الآن في اليابان ولا كذا راح يقفلوا خطر وقت اللي يرغل وعكس ذلك نشوفه بمقابل وين الشمس يقعد تطلع نشوفهم يبدأ ويشعلوه باش نعرفو حنا غير غير النظر نعرفو المكاتب انتعنا لبلدان اللي راه مكتوبة فعل ويقول البلدان اللي هايرج زي العاصمات كل شي معلومات رأيت زي الآن نرى عندنا السلطة للوطنية وهذا وذوق عدد المكاتب تاعنا وين الموجودين هذا شي جميل يعني هذا تطور تكنولوجيا اللي وصلت لي لسلطة الوطنية بلحظة نشوف كيف كذلك نعرف عندي مشاكل في البلاد فلاني ولا حاجة ننخذ الليل هاتف نعيط المون السخ أعطيني الوطنية شكرا لك السيد محمد شرفي على كل هذه المعطاية إذا كان عندك كلمة ربما تفضل أنا رحب بكم على كل حال هذه أول مرة ونجاعة محاضرين في الموم المباشر لا تنساوش في 2012 كنت حضرت لأول مرة كوسيل خاصة في جلسة المجلس آلة للقضاء وكان ذلك في 16 سبتمبر 2012 وكنت كان موزير العدل آنذاك خادمكم الذي يتكلم معكم الآن واللي سمحلكم باش دخلت ولقعت المجلس على القضاء وحضرت الكلمات الوزير العدل للقاها بصفتي مستخد في رئيس مجلس واليوم هذه أول مرة أيضا خادمكم الذي أراد أن تكون الأسرة الإعلامية لا فرقة بينها وبين الأسرة الإعلامية تخدم للدولة أنتم كلكم يعني خدام الدولة الحقي والقانون كلكم مسؤولون على تطور الجزائر الجديدة وبتالي أن نحلم بأن يكون هذا السينارجي فهمت السينارجي وقلت في أن سيخط ما لقيت لهاش الكلمة سمحوا لي باللغة لك يعقب هالي يكون إنسجام إنسجام بين مجهودات للصحافة العمومية والصحافة الخاصة في خدمة الجزائر في خدمة الدولة الحقي والقانون إذن قال لي سيانيس بأن ما كانوش على بالهم بأن راح تحضروا بالطريقة هذه وإحنا بدورنا أن كنت تطلب يعني بعض الترتيبات الفنية وصح إن شاء الله في الحصة الثانية وعدوني باش يسهلوك من الأمر الكثير وخلاص الآن تدخل بعين للحزبان كل خطرة تكون عندي نشاط أو يكون نشاط مشترك بين الأسرة الإعلامية ككل وهكذا ما جزوش المولية تقولوا ركح خصص للصحافة العمومية على حساب الصحافة بارك الله فيكم نعطيك موعد في الحصة الثانية إن شاء الله نعم سيد محمد شرفي نذكر بأن الحصة الثانية أو الفترة الزمانية للتدخل الثانية ستكون على الساعة الثالثة وانس بإذن الله إذن شكرك سيد محمد شرفي على كل هذه المعطيات ونذكر بنسبة المشاركة على الساعة العاشرة داخل الوطن 3.72% وخارج الوطن 3.11% إذن سنوافق بمعطيات أوفر في الساعات المتبلة شكرا شكرا لك زميلة سوسن بن حديد كنت معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال ومتواصلنا معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة للانتخابات التشريعية السعيد نعم كان لنا كما تبعتم منذ صباح اليوم مشاهدين كان لنا ربط في مختلف ولايات الوطن ونشكر السيد مولود بالنصف كلمة ختمية إذا سمحت فيما يخص هذه العملية الصباحية صحة تعبير في عجالة نشكركم أولا وقبل كل شيء نشكر الضيفة الكريمة كني نتمنى إن شاء الله مشاركة قوية للاسيما جزء الشباب أو الذي يمثل القوة الحية في البلاد كما نتمنى إن شاء الله أن ترجع الثقة بين المواطن وبين دولته عن طريق هذه الانتخابات التي نتمنى إن شاء الله أن تضفى بالشفافية والنزهة يريد أن تكون نزهة حتى ولو لم تكن هناك نسبة مشاركة على الأقل أن تكون نزهة وهذه النزهة تريد من خلالها أن ترجع الثقة بين المواطني الناخبي وبين دولته ومؤسسته الثقة هذه هي التي يبحث عنها المواطن الجزائري من خلال هذه الآلية الديمقراطية وهي الانتخاب التشريعيات في الانتخاب المجلس الشعبي الوطني سيدة نبيلة لحظت معنا وتبعت معنا كل هذه الصور ومجريات العملية الانتخابية كلمة ختمية أعتقد أن قوة الجبهة الداخلية باتت اليوم من الضروريات وبالتالي اليوم الوعي المواطن أصبح قوة من أجل استرجاع هيبة الدولة داخليا وخارجيا إذن المشاركة السياسية اليوم مطلوبة باستمرارية العبلية السياسية والمشاركة الفعالة من أجل مقاربة الكفاءة وكذلك الدفع الجديد لمجتمعنا من أجل نهضة حقيقية واقعية وهذا ما نتنمناه لبلدنا العزيز وكذلك الثقة كل الثقة في اختيار الحسن للشعب الجزائري بالنسبة لفترة الصباحية في عجالة قراءة للفترة المسائية ربما هل سيكون الإقوة؟ في أن عودنا الشعب الجزائي أنه دائما في الفترة المسائية تكون نسبة المشاركة أعلى نعم ستكون إن شاء الله نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات وكنا قد شهدنا أعود سعيد أركز كثيرا على الصورة التي صنعت الحدث في هذه الفترة الصباحية وهي الحضور القوي للشباب والحضور القوي أيضا للمرأة في هذه التشريعيات ما هي برأيك أستاذ نبيلا الرسالة التي يود الشاب الجزائري والمرأة الجزائرية أن تبعث بها من خلال هذا التواجد والله المرأة الجزائرية دوب متواجدة في كل القطاعات ومتفائلة جدا من أجل بناء حقيقي لمجتمعنا الجزائري وطبعا عندما أقول المرأة لا أستثني القوى الحية الأخرى وخاصة الشباب وكل القوى الوطنية نحن نبحث عن وطن يجمع كل الفرقاء وكل التيارات من أجل بناء جزائر قوية كما قلت لكن نحن والقوة هي في الجبهة الداخلية من خلال هذه الانتخابات ببرلمان بحضور قوي من أجل أن تكون السلطة السياسية كذلك فاعلة بتفعيل هذه السلطة سلطة الشعب الجزائري إذن نختمها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفاءة وخيرا تجد وخيرا إن شاء الله والتفاءل موجود سعيد في هذه التغطية المستمرة والمضمونة على مدار يوم كامل بثت لكم صور حصرية أولى للانتخابات التشريعية من مختلف ولايات الوطن السعيد نعم ومستمرون معكم مشاهدين في هذا اليوم المفتوح بعد أن نشرت الأخبار مع فازيلي مختار يوسفي كنت معكم أنا سعيد طبال في الفترة الصباحية وكنت معكم أنا فاطمة أديب في هذه الفترة الصباحية شكرا لكم شزيلا مشاهدين الكرام ولضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر